اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بداية بصراحة شيف حالك الحمد لله يعني I feel good شوية يعني يعني احس هذه المقابلة يرتب وقتها اي والله ليش احس شذي تعرف لما تحس انك متحرر من كل شيء كنت تخاف وتحاتي وتفكر فيه يعني هل شعور هذا تخافين يعني مو ويد اقعد مقابلات بس لأنه مرات يعني 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 صح عالش الفرق الحين 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 احس ان الاشياء اللي كنت حاتيها قبل او اول ما بلاش تدري المجال هذا شوية يعني يعني يعتبر صعب تمفهم بمليون طريقة وانت تكون تقصد شي واحد ممكن فهذه الاشياء اللي ممكن تكون صغيرة ما قامت تعني لي وايد نفس اول يعني 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 اذا عندت شنطة اي وقتلة يا فوز حطيلي كل مشاعرك وحاسيسة اللي ماره فيها هالفترة داخل واخذ الشنطة وافتح ماذا ألقى ما راح لي اقدرت شيل لالشنطة اعتقد تكون وايد مشاعر وكلها مشاعر متناقبة تكون هنس مثل متحررة وزعلانة ومستنسة وأبي أطلع بس أبي أقعد بس أعرفت هذه المرحلة في الحياة التي تصفي 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 بس لازم تتعود على هذه التصفية فمرات الواحد في العالم يكون متناقض وهي أعتقد أنه نورمال حلو ما قلت أظن كلنا منافقين لدرجة معينة أكيد طبعا وأظن كلنا متناقضين كبشر أكيد يعني يوم حد يقول هذا وائد صبور حسن؟ هل معناته في كل الظروب يكون صبور؟ لا رح ينفتر أكيد فبعد ذلك لا تكون صبور بس إنسان يعني أنا قبل كنت قلت وائد كلام مثلا في مجالي مع ناس أعرفهم مع ربي مع عملاء مع أي شيء شنو مكان الموقف أحس اليوم أنا شون قلت شون يعني إذا لنفرض الكلام اللي بقول اليوم يناقض كلام قلت من السنين فعلا أنا هذا شعوري التناقض لأن الإنسان أحس كلمات يعني تطور في الحياة أو صعد من مرحلة لمرحلة في الحياة لازم يكون متناقب مستحيل أنك أنت تكون من أول ما تبلش شغلك أو أي وظيفة لآخر ما تترقى وتصير مدير وتصير شريك هو نفس القرارات ونفس المستحيل أو نفس المسؤوليات هم مسألة منطقة لو أنا وأنتي نتفق أنه مفروض نحن نتطور كناس كل يوم حتى لو صور فاصلة واحد أوكي معناه تفسنا في سنتين ثلاث هالتغيير 10 في المئة 30 في المئة 40 في المئة معنات فوز تغيرت 40 في المئة في السنة معنات المطعم اللي كنت تكرهين يمكن حبيتي البلاد اللي كنت تقولين والله ما سافرها ما طيقها وما طيق الشعب اللي فيها حبيتيها يعني شين تغير حتى مرات تشوفين كيف كنتي لابسة قولتك شو كنت لابسة هذا حتى شهر اللي فاتح يعني تخييري يعني إيه عادي و هذا ما يجعلنا بنا يعني هذا اللي يخلق الإنسان بطريقة إنه كشخصية لازم ينبني على هذه الاختلافات وعلى هذه التناقضات وعلى المواقف والأغلاط ولا أنا ما شفت أحد أو عرفت أحد كان مونوتون في حياته بوان وي أحس هذا اللي كنت أقتنع لنا مو طبيعي نعم صح منو فوز لو ما كان في سوشيال ميديا نعم أول شي يعني أنا مي باكراوند مختلف يعني كنت أدرس في فاينانز كنت أشتغل في جامعة و أنا صراحة أنا إنسانة عمالية شي رح يفيدني ماديين رح أشتروا عليك بأي مجال يعني أنا أحس أن أنا بالعكس أحب أني أشتغل أحب أني أطلع بفكرة أحب أن أشوف هالمجال يفيدني يعني وايد ناس أقعد معهم حتى على شغل ما يخصني يعني ودي أدخل أجرب يعني دائما كنت شري متقبلة حق المجالات كلها بس يعني لو ما كنت في السوشيال ميديا أكيد كنت رح أكون شايف بانك شي كذلك لأن أصلا أهلي فهم بانكينج فأحس أن هذه الأجواء وتحبين أصلا البانكينج وكل الأشياء أحب أجواء البنوك تعرف الفرع وشكي ويدشوا الناس ويطلعوا الناس وتفتح حسابهم شما كنت تستفيل شذي أحب طفولتش في ثلاث كلمات طفولتي؟ سعيدة طفولة كانت حلوة ما كنت منغلقة على البيئة اللي حواليني أو ما كنت مؤخريني عن الحياة اللي كنت عايشتها بالعكس كلا دائما أهلي من النوع اللي روحي يطلعي يتجربي ترين ثالث كلمة ثاني كلمة قلتي سعيدة سعيدة غير منغلقة كلمة ايه يعني شو الكلمة مالتها مؤد قطط الكلمة بس إنها موم نشيها وثالث كلمة سعيدة سعيدة قلتي سعيدة دبل سعيدة ستوا ممكن تكون دبل سعيدة مختلفة عن حياتي الآن صراحة لماذا؟ لا أعلم الحياة كانت عكس تماماً أنا من عائلة بسيطة متوسطة أهلي يعملون دخلنا مدارس خاصة تعلمنا وجامعة ودراسة كانت شيء مهم بالنسبة لنا بعدين شو طحت أنا وايض طلعت عن المألوف وفي مجالي وفي الوقت حدثتها لم يكن هناك شيء ماذا؟ عندما قدمت استقال في أبوي لا أعلم تم شهر يجبني يقعدني من نوم كل يوم ساعة ساعة السبب ويقومي بروح الدوام شهر لماذا؟ لأنني كان هناك إعلام بـ 75 دينار يعني 700 درهم ماذا؟ وقلت لك أنا إذا قمت بـ 6 إعلانات هذا لا أعلم شيء فضعي ما كانت تفكيري؟ فأنا بين أهلي وبين عائلتنا أنا شوية غريبة طلعت عنه الدوام والوظيفة أنت أكبر واحدة؟ نعم هل أنت تقولين وضعكم كان مادياً متواضع يمكن أن تصغيره؟ نعم هل عشان مثلاً ليلة يوميات عندي بكل صراحة و بكل حقيقة قالت نحنا يا أيين هم بعد قالت أنا أسهل كلام اللي حتى يقول لك قبل سنين كتستحي أقول أو إنحرج أقول كانت تقول يعني وايد من الجمعيات الخيرية كان يهتمون في حالتهم وحالتهم أبوها بس وايد احترمت أنك كانت متصالحة مع ذاتها قالت كل شيء وقالت وين وصلت وكيف كانت تقول أنا اللي باهتم في أهلي بعدين وكذا فما عرف أنت كيف طفول أنا ما عرف أي شيء عنك لا أنا صراحة أنا ما راح أقول أنها كان سيئة فعلاً ما كانت سيئة بالأمانة يعني بالعكس كنا وايد عائلة أحيانة أحيانة مع أهلي مع أخواني طفولتنا كانت وايد زينا علاقتنا بس وايد زينا طبعاً أكيد لما توظفت وشتغلت وكوّنت نفسي ومادياً صرت مرتاحة أكيد يعني اهتميت وأعطيت والدبلات والدبلات واللي أقدر عليه واللي ما قدرت عليه سويت يعني يعني أهما في النهاية كانوا ناس أصلاً يساندوني ووايد كانوا كانوا من البداية من البداية فهنا هي ستوري وعادي بالعكس عادي وبالعكس أتقبل وأحب أسمع الناس كيف كانت حياتي وشلون التغيير الجدري هو القصة الحلوة ولكن أنا الأماني لأن طفوتي كانت تستيبل وأكيد بعدين أشتغلت على ناسي وكوّنت نفسي انتي فوّدت شكل شوية تفاصيل وانتي تتكلمين أحسنت سويتي سكيب 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 لأن يعني إذا أكلمك مثلا من بعد المدرسة مثلا دخلت الجامعة بلشت وظّفت بعدين طلعت من الجامعة قعدت أكتبت بجريدة الكويت يعني يعني وانا صغيرة كنت أبي أسوي خشمي تجميل يعني 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 أمي وأبوي وماذا من النوع؟ تابين روحي أنت يدفع أنت هكذا واروح أشتغل في عيادة الدكتور الذي يسوي خشمي علشان أبي واروح أسوي خشمي يعني ما عندي وين أروح أشتغل وبالعكس أحب أجرب كل شيء وبعد الجامعة وبعد الوظيفة مالت الجريدة هني اللي بلشت بطلت انستجرامي يعني صراحة كانت بعد موضوع يعني كنت نزل القهوة ما توقعت إنه رح يصير اللي صار اليوم حن مال يوم كنت صغيرة شو كنت تبين تكونين يوم تكبرين دينتست غريب كنت ارزي تكتور أسنان ليش بعدين أحب تكتور الأسنان حتى اني أروح لا أنا أحب الله زين أغرب حلم حلمتي أغرب حلم وفوايق أنا ما أحلم بس يعني إذا حلمت ما أنسى حلمت مرة عاجحين شوف مادرين بفسرة يعني واتمنى أن في تفسير بس حلمت مرة أني رايح مجمع كبير وما عرف مجمع وكان فوايق طوابق وبعدين صعدنا طابق فوق الذي يعتبر أعتقد هذا الطابق الذي أعلم شيء وكان عبارة عن براحة بر فجأة أنا فوق خيل وماسكة خامة لونها روز جولد وقعد تعرف كأنها حرب ومنتصرين ماء شيء غريب وهو والخيل يركض 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 فيني وأنا ماسكة الخامة أساوي جميعا فجأة فجأة فقط هذا قاعد من الملم وهذا ما أنسى وحلم بعد واحد كلها خيول ما أعلم ليش وأنا صغيرة يمكن أن أعلم عشر سنين وغير مبالغة أتذكر كنا ساكنين في شقة وكان في خيل لون سيلفر نازل من وين المكان اللي وراء نلعب جديد يعني هي مال كثمانة بس وراء مثل كأنا باركينج أو بايسمينت كذا ما هو ضخم صاحب فوق وداش داخل الوندو مونتين بقرفة هذا حلم أنا فعلا ما أنسى لأن أقول لك كنت فعلا كعمري عشر سنين ما أنسى غريب في شيء ما ننسى هذا الأحلام أنا من النوع اللي يعني مرات أحس لا معنى مرات أحس أنها خرابير يعني والله ما كلا وايد نايمة دائقة ما أدري لكن بعض الوقت لا أحس أن فيها الأشياء اللي اللي تثبت في مخك شوية يمكن لها همينة هم مرات فيه أحلام تتكرم فيه أحلام نرد نحلمها ونحلمها هل لي أحس مرات شيء غريب يعني يعني العقل البطني أسي قول شيء إذا ما نضربه واحد يمكن شيء خرابيط ما أدري أنا أدري أنا اللي عارفة أن اللي حلم نفس الشيء وايد إنه فيه يعني ليكا ميسيج أنتوا؟ هم أوكي فعرفنا الوظيفة الأولى ايه وعرفنا وظيفة عيادة عمليات التجميل متين شهرتي؟ يعني متين معي متين تتحسين الضرر؟ ولا قلتين؟ كان 2016 كان عيد الوطني لكويت كنت بس كعلم أول مرة تطور يعني كانت لدي واحدة معي في الجامعة تشتغل معي في الجامعة هي كم أوليك معي في نفس الدور هي تحب تصور مزيلا يعني كذا شافت في مقادرة ستتذكر تحب تصور في عندها كاميرا قالت لي كيفين أبي أصورت؟ قلت لها أقول لك أنا تولين بطل أكاونتي ما هي تصوريني حق إيدي الوطني؟ وفعلا صورت مع العلم والناس من شرعوا الصورة أنه منه هذي ومنه سوانه هذا بالكويت طبعا يعني شهرة متوابعة وايد كانت ممكن خمسين مئة شخص بس اللي صدت حسيت صار فيه فرق اي تنك على تقريبا ٢١١١٧ اللي صار فيه شغل يعني وهل عادي عند أهلك هالتغيير الجدري اللي انت سميته مرة واحدة بنتهم مشهورة ولا عادي تبين أصلا هي منه على السوشيال ميديا وشكلها وإياها؟ يعني أبوي كان رافض الفكرة في البداية لأنه لم يكن يشعر أنه فعلا وظيفة يعني كمبدأ أن المجال هذا يعتبر شغل كان رافض الفكرة لا يشعر أنه فعلا جد شغل وتفهمت بس هم شذبت وهم فلمت عليه لكني أعتقد أنه مجموعة الآن يعني أعتقد أنه لا أعتقد أنه سويت اللي براسي بس مولني أعانده بس حسيت أنه صدج سبحان الله لا يمكن أن تشعر أنه عندما يفتح عليك باب هناك واحد منهم يضرب واحد بس واحد إذا أخذت أو أخذت فأنت تقبله آخر شيء؟ نعم أقبله أنا لم أكن من النوع الذي كان في مشاكل ولا كانوا من النوع اللي وائد منغلقين من ناحية أن لا بنتنا لا تصور ولكن في النهاية لا يمكن أن أعتقد أنني أشعر أنني جدًا أنا جدًا أكيد أن هناك الكثير من الناس تختلف معي بطريقة حياتي هناك الكثير من لا يردون أن أصبح بنتهم تطلع تصور ولكن أنا طريقة تصويري أو ما الذي أصوره أو طريقة كلامي أو طرحي لا أستفز كثيرًا أعتقد أنني أعتقد أنه مسالمة أكثر ليس كثيرًا ولكن أنا لا أعلم هذا الكلام صح هناك كلام أن أنت قلت أن الفاشينيستا بالمعنى يجب أن لا تتفلسف وتحاول أن تنصح الأجيال يجب أن تركز على مجالها و لا تحاول أن تعطي رأيها في مجالات ثانية صح أو لا؟ صح أو لا أنا دائماً لا أتكلم عن أي موضوع وهذا سبب حيلاً كبيرًا لأنني فعلاً لا أتكلم في المواضيع تكون تقيلة يمكن أنني جبانة أني أتكلم عنها لماذا؟ أخاف من ردة الفعل لأنني أدري أن هناك مليون عقلية وعقلية تسمع يمكن أن يكون هناك مليون عقلية تابعني أهل يتحدثونها في المواضيع لا ترى باب المواضيع هناك أشخاص يحيشون حياتهم يكون أكثر من أجل أو أكثر مني و يتقبلوني و هناك أهل يتابعوني أنهم يتحدثون أن تخرب الجيل أيضاً يتقنع أو تنصح لكنني لا أحب الفلسف بشيء أنا لا أفهم فيه هذا الفرق لا أريد أن تأثيري ترى التأثير ليس شرط أن أعلان أو لا أنه اليوم أنا أثير عليك طريقة فكر يمكن أن تضرك ولكن تناصبني لأنني لا تعرف أن يستقبل هذا الكلام ما هو وضع صح هذا فقط الخوف و نحن في مجتمعات قليلاً لا تتقبل لماذا اليوم؟ نحن يوصلي كومنتات أنت منه تكلمين خربت المجتمع و لا أعلم أنه يدخل على مدرش بالنسبة لي شيء فاضي لكنني لا أتفق معه لكن هذه العقلية موجودة أنا غصباً على أن كلنا نتقبل أن هناك ناس غير عننا و لا يقتنعون فينا ولا يحبوننا صح ما هو لأني أفهمت عادي هناك ناس أحد لا أحبهم صح عادي لا يتقبلوني لكنني حياتي ليس شعور وهم حياتي ليس شعور شوفي بعد صح أنه لا يستطيع أن أحب كل حد و تكون صدق لا يوجد شخصية لو تحبين كل حد و لا يحدث أن أحب بالناس فيني غصب بعد يعني اكتشفت أن وصلت لقناعة الأشياء التي لا يوجد عليها خلاص خلها أنا لا يستطيع اليوم أن أخرج مثلاً أسوي تغطية عن أكس أحب أن أتجز إلى الشعور أحب أن أحب كل المناس تشتري أحب أن أحب أن أحب أن أحب مجدًا أحب أن أحب أن أصبت لأنها لا أقلł ثم وصلت إلى مرحلة في الحياة في حيات لأن أتجز خلاص تجزي تعب أربع عشر ساعات تسجيل وكان أحب أن أحبّني وهذا غير أحب وأن أعرف أن أتجزت ورن أتجز أن أقلل و مرتفع عن تشغلتي لا تتحدث عن العامر في حياتي وحياتي هل يوجد ربع في السنين؟ أنا أصلاً لا يوجد ربع صراحاً أنا الذي يعرفهم ناس جداً قليلين جداً قليلين ونوعي لم أرتاحك أحد يجب أن أضعك بعض التحقيق لأن أشعر أن الناس مع المجال يشعرون أنهم يريدون أنهم أعرف أكثر أنا لا يوجد أنا أشعر بكهوة ورسولر وأفض بليل فير أنت أحلى لقطة لا يوجد أتوقع لا يوجد شخص يصل إلى أنت وصلت أن يجعل الناس يتمر في اختبارات ثقة إلا لو أن نغذر فيه لا يوجد يعني عموماً الإنسان الذي يمكن أن يكون صغير في العمار 21-20 بسهولة يعطي ثقته للناس يثق فيهم و يتوقع أنهم يثقون فيه لكن بالخيانة و بالغدر و بالكذا و أحد يخذلك تبدو أن تقول آه كم مرة انقرست؟ هذه المرة لا فتسوين كم من اختبار المشكلة انقرست وائد ونغذر فيني وائد ويثق في المرتبط عندما كنت أصغر أتمنى أنني أصبح طويلة وحسب أشعر وحسب أشعر أن الناس يدعون فيه تغيير من النوع أين تضعني أنا هذا شخصيتي لكن هناك أشياء مثلاً علاقاتي مع أصدقائي بشكل عام في ناس قراب مني مثلاً هم أذوني ويغدروا فيني ويصدموني هذه أكيد وعشتها بدلاً مرة عشر مرات بس أنا حسيت يعني كنت بفترة أني فعلاً أختبر الإنسان قبل لا أتزوجه مثلاً قبل لا أجيش معه شراكة الأشياء الثقيلة لكن الآن مجرد أني أقعد مع ناس لا أريد أن يحوشني حساسي ويمكن حساسي غلط وليس أعطي الإنسان فرصة أو هذا الشخص فرصة أن يكون جيداً معي لكني لا أتزوجه ليس نفس أول لا أعطي قدرة أني أقعد أضايق أيضاً أنا من النوع أني عرفت إذا صبي عورني أكتع وإن أكتع من الأرجع أوقف لا أشعر أني أنصدم منك أو أزعل منك أو أخذ موقف منك لأنني من النوع أنه إذا أخذت موقف لا أعرف الجامل لا أعرف أن أذهب أن أذهب أن أنا أخذ لا أعرف ومع المواقف في الحياة ومع الناس الذين يقصوا عني وشتبوا عني وفلموا عني وهذه الحياة أشعر أنني سعيدة لما أكون بين ناس معينين وأجوائي وفي البيت يعني أنني أصبحت كثيراً 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 وأقول لك شيء أشعر أن هذا الطبيعي على هذا المجال أو هذا المجال بشكل عام إذا أنت تعيش حياة سريعة 24 ساعة أرى الناس أتكلم مع ملايين الناس كل يوم لا تشعر أنني طبيعي أنني أذهب إلى البيت مع ربع شام واحدة وأستنع أشرب كهو ورسوله وهو ما أحب مع أن أرى لماذا أقول لك متناقبة قبل قليلاً أقول شيء والآن أقول شيء حسيت أنني وصلت إلى مرحلة لا أعرف عنه ما أفعل وقلت خلاص لقد قلت خلاص وقلت خلاص لن أذهب إلى الناس أول مرة أشكد وقلت خلاص وقلت خلاص لأني لا أحب الأدوية لا أحب فعلاً لأنني أصبح فانادوليا وقلت خلاص لا أحب الأدوية وبعد حملي والي مريت فيه كان عندي أدسام مضادرة في حملي فكنت أخذ أدوية حسيت فعلاً أبين كأنه ديتوكس وقلت أخذ ابتاً لقد أخذ أدوية وأنا حملت مرتين وربعة فالتي أضع أدوية لقد أخذ الانتين تقريباً لقد أتخلص مني فعطاني الدواء أخذت الدواء. قلت لها. دعني عقوة تكون مفتح أكثر. تقبلي أن هناك أحد يعطيني نصيحة. خذت الدواء. لم تقبلي. خمسة أيام. كأنها الوسط. وعبد النطيف ريلي يحب الكثير من الثرابي. ويحس أن هذا شيء صحيح. ولكن أنا لا أستطيع أن أتقبلي. خذت خمسة أيام وقفت. أنا أشعر أفضل. وهو غريب. لأنني من البداية لا أستطيع أن أتقبلي. ولكن أكتشفت أن الإنسان مهما يقعد بين الناس. أنا وصلت مرحلة في حياتي. أقعد بين الناس يحاولون أن يوانسوني. يغيروني الجو. يطلعوني من الموضوع الذي أنا فيه. لا يوجد شيء أن تقوم بإمكاني. أو تقوم بإمكاني هدية حلوة. أو تقوم بإمكاني الورد. أو تطلعني من الجو. لا يوجد شيء أن يطلعني من هذا المزاج. لا يوجد شيء أن يطلعني. لا يوجد شيء أن يطلعني. وحسنت أن الوقت تقوم بإمكاني. فعلا الوقت يجعل الجرح يلتأم مع الوقت. لا يوجد شيء آخر. لا يوجد شيء آخر. لا يوجد شيء أن يطلعك من الأجواء التي تكون فيها. إلا أنفسك. لا يوجد شيء آخر في حياتي. هل ترون أنفسك مزاجية؟ لا. لا يوجد شيء آخر. على الموضوع الذي تريد أن تقول لنا. إن استويتي بيتوتية. تختارين عدة ناس في حياتك. وتختبرين. لا يوجد شيء آخر. لا يوجد شيء آخر. لا يوجد شيء آخر. لا يوجد شيء آخر. لكن هناك مدرستين. هناك مدرسة تقول أنني من أول ما تعرف على الإنسان. أعطيه كل الثقة. لأنه يثبت لي أنه لا يستاهل. أو المدرسة الثانية. أنا أحبا أحبا أعطيه. في أي مدرسة أنت؟ أنا بالنص. في النص. أعطيت الكثير. وانطقيت الكثير. ثم أصبح مدرسة. لم أصبح مدرسة. أريد أن أضعها في جملة مفيدة. عندما أنا مثلا أضايق منك. موقف كبير. خلاص. كل الناس سوف يقوم بها. أنا من هذه الناحية. وصلت إلى مدرسة بعد ولادتي. أصبح هناك مدرسة. لا يوجد أي مدرسة. نتحدث عن مدرسة. لقد كنت قلتها. كنت أشغل. وقلت في كابة. وقلت في دنيا. كنت أنت مضاعي بالأساوي وقلت في أن أذهب إلى الصلة أكد من الأعلان. كنت أجد أن أقلت. يجب أن أجد هنا أن أدمر من المقدار. كنت مقتلعة. أنه مستحيل أن يكون أن ي REعيش حياتي من نفسنا. أو يحبك حيال و يكرهك حيال. يتقبلك حيال ولكن حيال إضدك. هذه التناقبات اللي أنا آخر سنة سنة وشي قمت أمر فيها وأفكار فيها هذا شيء ديب 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 وهذا الشيء وهذا الجانب محد شافه غير اللي ساكن مايدي بيتي وزوجي بيس يعني هالي مايدرون ربعين مايدرون وأنا مو من النوع اللي أحب I'm not emotional at all يعني مو إنسانة نهائيا فيني وايض عواطن فش يعني ما فيني وايد حنية صراحة أحس فيا أنا أوكي أمياب المنية يا زيرو برسن فعن ما عندي حل واسط ليل حين ما قدرت أني أكتشرب شون أكون نوري ليحين ما صدكتش ليش أنتي وايض حساسة أنا وايض حساسة وايض في تحني بس وايض وترى على الفكرة حين عادي أبتشي وأنا ما أدري لأنه يعني أولا يعني ما ليخلق أتخل في هذا الموت وايض حساسة ووايض جهب جد ما ليخلق أني أتأثر بس صج هذا التناقض اللي صج هيوج في حياتي أشوف فيديو أبتشي ما نام الليل عن أي تام وبنفس الوقت هيني رفيش تتكلمني بموضوع ما فيني أي اموشن هذا اللي حسيت أنه ما عارف شون أتعامل وي عيالي أعشقه وأموت على ماذا عندي أنا أهم شيء بس تعال تصير مصيبة ما عندي رياكشن ييني ديليت كما يعني هذا شيء تعب يعني أنا أتأثر من أي كلمة بس بنفس الوقت أمر بموقف حيل كبير وما تأثر لما فبواري عارف هذا البالنس وين ألقاه إذا أستطيع أن أتأثر من أي كلمة بس 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 سيكوني على طريق هل تعبت أكثر من أول مرة؟ لا، أعتقد أنها من أول مرة، وتتعبت معي، وليس كنت أستطيع أن هذا هو من أنواع الاكتئاب أو الأقل الزمن؟ بأكثر ملاحظة أن يستطيعونهم، وليس لا يعرفون أنهم صح أنا لم أكن أترى، لقد أترى ما أصدقت بعدها.. بعد سنة أو شي، أكتشفت أنها هذه الحالة من أولاً لم يكن أحد أقلت أن فوزك ما قالتك أنها غير طبيعتك؟ لا لا ما كانت المشاعر التي مريتها و تشعرون أن تشعرون أن شيئا غلط في فوزك؟ أول شيء من الأشياء اللي كانت غريبة بالنسبة لي أن تيك أفكار غريبة على اليهار وهذا الشيء أنا قريت عنه طبعاً أكيد ارتحت وايد لأنها أفكار غريبة يعني أكون منستحب الليلة بينهم ومثلاً أحمد ولدي بلا شامشي وإذا وإذا بطل الدريشة ونقز من الدريشة دائماً أسوأ شيء ويكون سيناريو مو منطقي مو منطقي سيناريو شون الولد بيطلع من الغرفة بيفتح الباب وهو ما يمشي مثلاً توا بلج بطل الباب يروح يطيح يتصير فيلم وسيناريو أنا ما أنام الليل على هذا السيناريو المو منطقي صار فيني أشياء طبيعية نهائياً وما أحد يفهمك أنت أصلاً ما فاهم شونك عيسين أفكار وأحقر وأروح أسوي التحاليل إنه مو منطقي حتى عندما أذهب إلى الترابيس كانت مشكلة للأسفل هذا آخر شيء يتعلق فيني آخر فتاة أنا دائماً أشعر فيني شيء غلط دائماً أشعر فيني شيء المرأة في جوجل والدنيا بحيث عندما اكتشفت أن أنا قاعد أقول فوز أنت قاعد تصيرين مو منطقية ووصلت إلى مرحلة سخيفة وليهال لما يكونون أحقاً 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 وأنا أحقاً 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 أنت خلقة صغير إنسان 24 ساعة ليس أنه مو منطقي كثيراً أحس أنه تحاتي 24 ساعة يجب أن يكون منطقي وأنا من هذه الأشياء أولاً أنا أكبر بنت يعني أنا أكبر بنت بين أخواني دائماً أحس أن أكون مسؤولة عن شيء وأنا في فيلم كم أكون مسؤولة عنه طبعاً هذه الأشياء أنت لا تستعملها لما تكبر وتصير لديك عيال وأنا في أشياء ما تبتعيدها من اللي أنت مريت فيها وأنا أعتقد أننا وصلنا في وقت في زمن الناس قاعد توقفها صاروا الناس مو أن أهلنا مو زينين يعني لا أقول أن أمي و أمي مو زينين لكن هذا كان اللي هم يعرفونه صحي لا وأنا قلت مستحيل الأغلاط اللي أنا اكتشفت أنها هي اليوم أغلاط أني أعيدها مع عيالي مستحيل ما أحملهم مسؤولية أكثر من أهم يحتاجون يحملونها ما أخليهم يحسون أن أهم يعني من الأشياء مثلاً أمي كانت دائماً تقول لي لا تأمنين بولا رفيجة أنا أخليصة الوحيدة اكتشفت بعد سنين بعمر كمال اليوم ثلاثة ثلاثة وصار عندي غيال أنه السبب أنه لا أستيقائل لأنه كانت دائماً نحوات أنه مو زين أنا غلط ليس للناس مثلاً هذه أعرفت فكرة سخيفة ليس بسخيفة أبداً تلزق لزقة متوحة أنا نفس الجملة اللي حين قلتها قلتها بطريقة شوية غير قلت مع الوالدة كانت في حوار مرة نزلنا قلت كلام الأهل مثل الوشن في المخ ما يمسح ولو مسحتي بليزر يبقى شوية فيه وترجع له مواقف لا يكون بالك أنا أعطيش مثال أنت اليوم حبيبتي بنتك شو اسمها؟ فوز فوز تكبر تقولي لأماما وائد كريح عليك الأخضار مثلاً أحين يمكن نية الأم أن أنت تكون أحلى شكلك أحلى أحين هل بنتك تعقدت من الأم؟ تكره لون الأخضر ليه ما إن شاء الله تعيز وأنت كأمك أنت قاصدة هي مو أم زينة لا تعرف أن هكذا يلصك وعلى فكرة أهلنا هم يحانون من التراما من أهلهم صح وأهلهم هم يحانون من التراما من أهلهم صح يعني أنك أنت تكسر هذا الحاجز يعني ما الأشياء مثلا أنا أولدي كان صغير أمي إلا تبي توكله بوقت عمر معين أنا ما بي أوكله فيه هم ما بي أوكله هم يعني أهمة يعني ما يستعبون أن فيه يعني أدري أن أهل كلهم زينين والجرامب بيرنت زينين ويحبون الموتور على الأحفاد نيتهم زينة نيتهم زينة بس أنا ما بي أوكله أنا أعطيك مثال أنا أعطيك مثال عشان ماني لس إنجام الوايد أنا بيعود عندي أولاد وكنت متزوج أوكي يوم أقول لك خلي مثال حتى ما يخصه يوم أقول لك يشتري تلفزيون بتقولي لي سوني سامسونج ألجي كلهم زينين كل واحد بتشوفين النيتفليكس شو عليه وواضح بس أنا بقول لك لا سوني عشان عندي سوني أنا أقول لك لا بس أنا أحب ألجي أقول لك هذا أقول لك مبالجي كلها صح ويكبر الحوار مش غلط وصح يعني يمكن أمتي تقول أنا أحب أأكلكم شيبس من طرف أولادكم أنت تقولين أوكي بعد ما أنا قريت الشيبس وأنا مثلا بنتي والأولدي بسرعة أوه إحنا كنا نحط لكم ونوكل بباب خلاص مم معنات صح وغلط ومم معنات أمم أنت مو بزينة لا هذه بس مدرستي أنا هذه طريقتك هذه طريقتي بس لازم نفهم الأهالي الأهالي عشان يحبون يبون هم يأخذون نظامهم احنا لازم نعرف متى هم نمشيها شوية صح بوث ويس طرع صح مية فيلم يعني بأربيعي إن شاء الله ما يشوف أهلا يوم هم برع هم تزوج يوم يوم أهلا يتمون عندها شهرين في دبيت قلت لها تربط تطلق قلت لها والله بتطلق مم مسألة إن أمك مو بزينة لا هي النساء فندق عند البيت وزوروها كل يوم بس تلسف تشب زوجتك وتقول لها ها أنتي تشيت أكلينهم أنتي لأ أنا مع أولادي ما كنت أسوي شي لا تسوي شي قلت لها بس أنا أعتدريش كثير في مشاكل وعوايين تفججات وسبها هالأشياء والله لو أنتي تطلع من بيتك مع زوجتك وتساكنة وتسيرين تزورين أمك أنتي تبين والله علاقة تكون حسن طبعا والله علاقة أحسن أنا عايشة مع ريلي كنت كل يوم مرة ندوم كنت كل يوم بس أنتي تروحين على هواتش وأنا مرة يدتي الله يحفظها قالت لي أنت ليش ماتتي كنت أصير أيام معينة ليش ماتتي مثلا يوم كل ثلاثة على العشة أسميها ماماتي قلت لها ماماتي تبين يا نايتش يوم أنا وائد ما اشتاقلك ولا نايتش مجبورة أن اليوم لازم قالت اليوم أنت مشتاق لي قلت لها بطرت 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 تروحي من القلب تقولي مشتاقة حقومي بطرتها مشتاقة حقومي بس يببوس رأسها أي طبعا غير لا لا غير مع أي علاقة في الدنيا أم أبو ريل مرت زوج عيال يعني الواحد لما يكون عندها هذه المساحة أنه هو يخي مو أنك تصفي مخك إنه شرط أن يكون عليك مشاكل أنت ماذا تريد تسوي؟ أنت ماذا تحب؟ ماذا أنت بالنسبة لك أن تدلع نفسك؟ تحطي نفسك وقت يعني بالذات بالذات مع الأمهات شوف أنا أدري أن في علاقات أهل ما يكملون ينفصلون يتطلقون يصير بينهم مشاكل يرجعوني هذه علاقة لا أفهم لا أدخل فيها حتى أنا لا تدري أنا ما كان يوم من اليوم أنا فصم زوجي لكن الأساس هو عيالي كل ما إحنا كنا أمهات لا يقول حريصين أن أنا لا يريد أن الناس تفهم أن يجعلهم على راحتهم لا لكن هناك أشياء طريقة معينة أن تجعل الولد أو البنت 24 ساعة خايفة 24 ساعة خايفة خايفة تحاتي 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 ردت فعلت قبل الغلط يعني 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 أنا يعني أنا على كبر أعرف بالضبط ما هي الكلمة التي ستعطيني الرياكشون التي أنا لا أعلم وما أنهم كانوا عصبيين والله يمكن أن أمي قليلا عصبيين عادي وأبوي عكسها تماما بارد وهي حارة فأفهم وأنا سبحان الله اتزوجت واحد يعني يعتبر واحد أبرد مني وأهدم مني بس أنا في أغلاط كنت أشوفها أقول أنا عادي لا أعتقد لا أعتقد أن أنا سأعيد هذه الغلطة لأنني شرط ما حدث بعدين ولما نكبر وأهلنا يكبرون ونتيمع ونفتح حوار تذكرين أنت لما قلت وأنت لما قلت معنات أن هذه الكلمة أو هذا الموقف في الليل اليوم مثلا جارح أبوي مثلا هذه الأشياء اللي أنا أريد أن أتجنبها وواقعين ما ستقدر لأن أنت ترى كل يوم تتعلم شيء عن اللي أنت عايش معه حتى أنا كل يوم أتعلم شيء يديد صاحب نفسي شو عيب في أهلك كنتي تتمنين تغيرينا ما بيقول لعيب كلنا فينا عيوب كلنا فينا عيوب كلنا عادي أنا بقولك عن أمي بو وأنت يعني عادي ما في حد كامل أكيد بس أني عيب ونحنا واجبنا نحاول نقلص واللي نطور شيء يمكن فينا منهم نقول أنا مع ولدي ما بأسوي شيء أنا مع بنتي ما بأسوي شيء يمكن اللي أشوفها عيب الحين اليوم يعني يمكن حزتها تايم ما كنت أستعلم من هذا عيب يمكن عيبنا إحنا كعايلة كلنا مع بعض أن المشكلة اللي تصير مثلا لو كانت صغيرة كبيرة شو ما كان المشكلة ما تنحل أمي غلمين فهمت شخصت أحسها تحت السيادة ها أنا خلاص يالله أوك تابع نطلع لشرب قهوة تغاضي مثلا هذا هذا الشيء اللي أحسه خلى مثلا يمكن على كبر يصير فينا مشاعر ثانية وهو بالواقع يكون مفهوم غلط أو تكنيك غلط حكي حل المشاكل هو تعرفين المصطلح اللي بالإنجليزي The elephant in the room أنا أول واحد أشرع الفيل هذا الكبر شو؟ وأنا كنت نفس الشيء لا أقدر لكي كنت أنا الملسونة بالنسبة لأمي وأنا ليس ملسونة أنا مثلا أمي تيني مثلا من هذا الشيء مع أبوي مثلا شفتي أنا أمي فيها عيب ما تعرف ما تعرف ما تعرف أنا تضايق كفاية زعلت مو أمشي خلاص تذكر الموضوع لا تذكر أشياء من ثلاثين سنة هي بتتعب هي بتتعب هي تتعب فلما أنا أقول لها ماما خلاص حبيبتي ترى والله ما يصير مثلا أه أوكي أنت يعني صافة مع أبوي وكان دائما أنا أنا صافة مع أبوي على فكرة نحن نحن كم أجم لكن لأن أشبه وعتقد أن هذه عقدة كلمة ثانية اكتشفت أن أهالي يقولون لها أنت تشبه أمك يعني أكيد أنت أولد أمك عندما أقول لك أولد أمك يعني أنت أنت أولد أمك يعني أنت 24 ساعة تصاف مع أمك وماذا يصير مع أمك 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 فهم أنا أحس أن هذا الموقف فعلا وقربني أكثر على أبوي فعلا فعلا أجل يحب يصاعد المشاكل، دائماً يحب الغدوء، وما يتكلم ويد. لكن عندما يتكلم يقول لك شيء صح. عرفت النوع الذي لا يزفني، إذا قط عليه كلمة، أعرف أن هذه الكلمة وراها مشاعر وعتب وزعل ويد. وأنا هذا الذي يدمرني أكثر من أن أمتي تزفني 24 ساعة صنخة إليه. هذا عندي خلاص عادي. أبوي، أين تأخرتي؟ لا يجب أن يصبح خير. يبا، ما هو الفرق؟ أعتقد أن أغلب اليهاد، ما هي علاقته معه؟ التي تنزف وتتقبل هذه المناعة. مناعة تستويلك؟ مرات كزوج، هذا الذي من بداية زواجنا كان فيه قليل مع زوجي. لم يكن يتحدث؟ لا يمكن أن يتحدث، لا يمكن أن يتحدث. شيء جيد، جيد، لا يمكن أن يتحدث. فأنت أربع أشياء ساعة، أربع أشياء تقول لك، أنت لازم تتحدث، أنت لازم تقول لنا أنا سوف أذهب بالفرق. يعني أنا أحصير مينونة، إذا لا تقول لي عاجبك، ما عاجبك. اليوم تغيير جدري في 68 درجة، يشوف أدق التفاصيل ويعلق عليه. سماعت عبداللطيف؟ ما عاجبك. وإنتي لعكس، أنت قلتي أنا بعد ما أتزوجت، أحسني أن أرتكست. لأن أنا ترى كنت، والله كنت، نقول يا عادي مينونة؟ كنت مصحية، والله. كنت وائد أصفية وما أتحمل شيء. ما أتحمل شيء. ذكرت موقف، لماذا أبطل بابا؟ كان كورونا وكان حضر؟ أبطل بابا وحاومشي بالشارك. كنا يعني شوية، وهو يطلع يدورني، ومعاصمة لماذا يدورني؟ معاصمة يتنرفزني أكثر. حسيت لا يعني ما في أحد مجبور أن يتحمل أطباعك المو حلوة تراك. إذا كانت فعلاً مو حلوة. ليس كراي، كعيشة، وبالذات في العلاقات، في الزواج، في الحب، في كل هذه العلاقات، يجب أن يكون هناك تغيير لو واحد بالنمية. الذي يقول لك أنا أحبك لك أنت أمي بالنمية، أنا أعلم بالنسبة لي عندي تشبه. عندي سؤال، وهذا يعني أشعر مهم. الذي قلت لي ويد حلو، قلت لي ليس بشرط الواحد يتقبل كل أطباحك، خصوصاً لو فيه أطباح سيئة. حسناً. اليوم فوزيا ستقول لي، أنا كان عندي هالصفة فيها، إنها عصبية، وما رأت حتى بلا أي فائدة، بلا أي معنى. أي. ما الذي تجعلت تستوعبين الشيء، وتغيرين؟ هالهدوءة؟ لو كان من نوع اللي صارخ فيك كنتي بتعاندين؟ أو لأنه تم هادي؟ أنت قلت لي حسيتي، كنتي لحظة غلطة اللي أستسويه. لا، اكتشفت، يعني اكتشاف عظيم، أن هناك أشياء بعد زواجي، حسيتها، طلعت فيني من وأنا صغيرة، ماذا؟ رياكشنات اللي أنا كنت عايشة بينها مرار، كنت أستوعب أن العصبية، أي اللي بتسمع عني جدامي، أي اللي راح تتقنع عني جدامي، عاجبك عاجب، ما عاجب كيف هيك؟ كيف يكلم؟ لذا كنت أشوف جدامي هذا الاسلوب، كنت أعيش في هذا الاسلوب، كنت، يعني، هذا كان الاسلوب بأي موقف، ما كنت أعرف غيغة، ما كنت أعيش بين ناس هادية و ناس عصبية، لكن العصبي هو اللي يؤثر عليه أكثر، فلا، هذا ريلي هاتون، ومتزوجة من الأول خلع على الماليش، لم تفعل شيء وهو، كتشيب بالي، دائماً أكسريم، أصدمك لكي أنت تفهمني، أنا أرفزك لكي أنت لا ترد عليه، سأصارخ لكي أنت لا ترد عليه بصراك، أنا اللي بكون أعلى، أنا اللي بواصل كلمتين، هذا رأيي، أنا كيفي، من الأول خلع، أنا بفكرتي، أنا أول سنة زواجنا، أنت لا تتعرف، أنا هذا، عاجبك عاجبك، وما كان يحتاج هذا كله أصلاً، ما كان يحتاج، يعني، وفعلاً، قلت لها يوم من الأيام، عبداللاطيف، وقلت لها، أنا أعتذر على هذه الأطباع التي كانت فيها، فعلاً، كانت محلوة، وشكراً أنك تحملتها، وأنت ليس مجموعة تتحملها، كثيراً، 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 ليس لهم خلق، ليس لهم خلق، لأن المرأة 24 ساعة أصبع، وكثيراً حريم نفس الشيء، تكره رأييها، لأنه 24 ساعة أصبع، وليس لهم خلق، وهذه الأسباب التي ترى، عندما تعيش مع الإنسان، فعلاً، أنت ليس مجموعة تتحمل الأطباع السيئة، ولا هو متحمل، ولا هو من جبر يتحمل، أطباعك أنت السيئة، لا أحد سيعيش كذلك، إذا كنا واقعين، ترى هو ليس سجن، وهي علاقة، يعني أنت تابعين معي، أوكي، هناك أشياء غير، أطباع غير، بسوية، بسوية، بس، ليس أنا اليوم، أفرض أنك أنت تتعايش معي على هذا الأسلوب، أو هذا الطبع، صح، ترى، أياماً، عيال هدوا أهاليهم، لأنهم مختلف لهم، لا يوجد شيء، أهالي تاويش و تفرق قوي، عشان هذا، أخوان، ربع، شركة، الإنسان في النهاية، ترى هذه هي حياة، يعني اكتشفت أن هذا الغصب، الـ الـ لا يقعيب للنتيجة اللي أنا أبيها، ولا كانت تحتاج من البداية، هو شيء ينفع لي، الشيء الأول، برجع ريوس، أنت قلتي، من 20 دقيقة، قلتي، مرات، أشوف فيديو على انستجرام، يبتشيني، أي، بعدين ربيع، تقول لي قصة، ما تأتهمي، تعرفين ليش؟ ني، أنا، بشرح لك الموضوع، بالاستفسار اللي مبسط، مش مالدكتور يعني، أي، أي، خليه بسط بطريقة حلوة، أنت، وائد صعب تثقين في أي إنسان، رقم واحد، تشعرين كل حد خاين، وكل حد يقدر، وكل حد تشذاب، وكل حد يمكن أن يتمصلح لك، ويقص عليك، لأي أسباب، فهذه الـ وائرات اللي فيك، بهذه الطريقة، أوكي، فلو، تشوفين حيوان، بابي، تشوفين بابي، تشوفين موفي، مشاعر فل، مشاعر فل، إيه، علشان ليش؟ ما في حد يقدر يخونه، ويكسر قلبك، حلو، حبيت صح؟ بس لو حد، من ربعك، اللي أنت، لازم تكونين محصنة، إيه، ويقول لك شي، أنت ما بتراوين مشاعرك، علشان مشاعرك تساوي، أنا ضعيفة، بالضبط، هذا بيستغلني لو شاف أن أنا ضعيفة، وأنا ممفتحة عاطفين، فأنا ما براوينها، ويمكن أنت ما حتى مش مستوعبها الشيء، أول مرة أصنع فكر فيه بهذه الطريقة، صراحة، وفعلا سبب، أنا تعالي، يلسوا في الطيارة، أول ما شيء، شوي صيح، طيط، شوف فيه كنس، ليش تدمع، وحسب، أي شيء فيه أمه، أبو، وأولاد، أنا، مو بس أمه، أبو، وأولاد، أنا عندي، من نقطة طعفش، اللي كبار بالأمر في لي، ولكن في نفس الوقت، نفس ما قلت لك، لما أقعد معرفيش، أحس في أحد عنده موقف صعب، يصير عندي أوتو بايل، ردت فعل، أنه لا، أحل المشكلة، أمر في مشاكل، في غروف وائد، لا تستوعبها، لما تلحظ، ترى هذه أخطر، من أنك أنت، تبتشي، وتزعل، وتتضايق طول الفترة، لأن أنت، لما أنا معك، نتهاوش، وغوشة كبيرة، ولما نتصالح، لا أزعل عليك، ترى هذا سبب؟ نعم، هذا مؤجل، هذا مؤجل، مؤجل، هذا الأخطر، بالنسبة لي، أخطر، لأنه، لا أعرف أتعامل مع مشاعري، الحين، أزعل منك الحين، نتراضى الحين، I'm happy now, I'm good now، لنكمل حياتنا، لا، أنا أحتاج وقت، أني أستوعب اللي صار، وبعدين أحتاج وقت، لكي أرضى، أو أن أشعر أن أنا أوكي، شيء الثاني، اللي فت، انتباهي، يوم قلت، الشخص يقول، هاي، بس أنا هالباكج، أنا شي، عايبنك، عايبنك، هالعقلية، وهالأنا الإيغو العالي، هذا، ما بيخليك، ولا يخليك، تتطورين كأنسانة، أنت مفروض تقولين، ولا بتقول، لو أيلس أسولف، يا أنس، يمكن أنا علم شي، هو يعلمني شي، يمكن أنا هال، هالكالندر، أي كالندر تستعمل، لا، 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 أنا عندي، وأموري أوكي، هاي أنا، هاي كلها إيغو، هاي، أود تقولين، كيف طبخت، كيف طبخت أحلى عني أنا، أعلمني، لا، أنا ما أحط فلفل، لا، أنا ما أحط فلفل، أنا شو، شي، شي، أنا شري، هذا اللي أنا شري، مو مريح، ترى، ما ما حسيت أن أنت قوية، ووصلت صوتك، ووصل رائح، ترى، حيلا، فكري وياي، كل إنسان العرفة، حتى نحن، علّى صوته، سب، الضارب، بوكس، نابع من شو، إحساس بالنقص، خوف، وما فيه كميونيكيشن، يعني مثلا، أنا ما قدر أقول لك أنا شو نفيني، يعني، 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 ما ليش قلت تفيني، ما فيه، ما فيه، ما فيه، ما فيه، أتأثر، أتأثر، أتأثر بشكل مطبيعي، الحين لو تيتبولي فوز، خلي، أنا صار معي، ما فيه، ما فيه، ما فيه، ما فيه، ما فيه، أتأثر، لكن بنفس الوقت، تصير صالفة كبيرة، أقول لها، ما فيه، أهدا، كل حال، ما فيه، لا تطالغ، أنا أصر، هذا، 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 وليس، ليش، ليش، ليش يستويش، ليش يستويش، ليش يستويش، يستويش، لكي أنت محصنة، مسكر الباب، لا تفتحين قلبك لإنسان ثاني، لماذا مع الأطفال، ليش مع الأطفال، ليش مع أي وقت، بس مع أي وقت، أنت محصنة، صعب، أنت محصنة، لن تفتح، لكنني لا تفتح، أنت محصنة، ما تفتح، لكن، آخر سنة ونصف، ونصف، ونقول لك، أنني أحسني أنني أتحررت أكثر، أصدرت أن أتقبل، بالنسبة لي، هذا إنجاز عظيم، أتقبل عيبي، وغلطي، وكلامي المحلو، واسلوبي المحلو، وأنني أصدق 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 أصدق، مثلاً، عصبياً، وحسيت أنني لا، أنا لا تفتح، بالذات، الحين أنه عندي أهال، وليس معنات أن أنا أقعد ينقص شيء من نفسي، ولا أن أنا أقعد أن أكسر، ولا أن أنا أتنازل عن حقوقي، أو حياتي، لا، أريح لي، وحق أي أحد عايش معي، أو حواليني، هو أول نقطة أنت سويتها، وهي أهم خطوة، هو الاعتراف، التقبل، أنا أتقبل، أنا عصبي، مثلاً، لا، أنت تبالغ، أنا ليس بحساس، لا، أنت حساس، كل شخص يرى أنك حساس، وين الأصعب؟ أنك تحل هذه المشكلة؟ لا، أنا أرى، أولاً، 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 لكن، لما أقول لك، أنا أشعر، يحلها، أنت ليس مقتنع بنفسك في هذا الشيء، ماذا تريد أن تحلها؟ لو أنت لا تتعرف أي شيء، لا تريد أن تحلها، ولازم أولاً، أنت تدركين، تعرفين لماذا أنا أقول لك شيء؟ لو أنا أقول أنت أنت تستعيل، أوكي، استوعبت، واقتنعت أن أنت مرات تستعيل، أوكي، أحسن أحد يحمسني، أقول له، أحضر لحظة، أيود عمري، أيود عمري، لذلك أنت لدي الوعي، الوعي أهم شيء، ولكن لو أنا إنسان منجرف بالعاطفة، وبحركات التي فيها، وانفعالي، ولا مرة تشكع عمري، كل الناس يلاحظون، ولكن لو أنت تقول أنا عصبية، دائماً أكثر أشياء، مرة الآية، مرة الثالثة، أخاف، مرة الرابعة، أخاف، ولكن عندما تصل إلى مرحلة، أنت تحاول أن تصلح نفسك، هذه أحلى وأصعب مرحلة، صح، ويبالة عادة جديدة، فيه تعرفين، موضوع البارحة يسرمس عنا، البارحة أو قوضة البارحة؟ فالموضوع كان معربيعي يستتكلم، أحي نفوز عندها صورة، رسمتها عن فوز، كل إنسان يرى المقابلة، رسم صورة عن نفسه، أنا إنسان خجول، أنا إنسان اجتماعي، كل إنسان يرسم صورة، وفوز الذي على السوشيال ميديا بطريقة، وكيف تيدس طريقة، وكيف ترمس طريقة، وكيف زوجها طريقة، أنا الزوج الذي، هالجوب ديسكريبشن مالي، أنا صديقة، أنا البنت الذي، فنحنا نرسم هذه الرسمة، وبعدين، ما نفعل في حياتنا؟ نحاول أن نكون ملتزمين بالمواصفات التي نحن روحنا رسمية لنفسنا، فإنما تقول حق واحد، يمكن أن أسهل مثال، إنت عصبي أقول، لا أنا أقول إش مثال حقيقي، دائما أقول، ذاكرتي زفته، ما أتذكر شيء، أنا دائما أصدق، دائما ذاكرت ما أقل، شو سأو إيش بعرفات، لا أتذكر، أنا أراسم لنفسي صورة، إن ذاكرتي تعبانة، بس لاي أغير الصورة؟ إذا أقول، ذاكرتي أستتحسن؟ كل يوم أقول حق عمري، ذاكرتي أستتحسن، ما بابال أقول أحسن ذاكرة في العالم؟ قاعدت تتحسن لازم تتحسن اللي يقول لك أنا ما أقدر أتحمل أكوني وحدة لازم أخون ما أقدر ما أقدر طبيعي أكيد ما تقدر لأنه أنت هذا أنت قاعدت أنت عايشة دور طيب 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 وحتى لو أنت من نوعي دائماً لعاب ربعك بيقولون شو أحياء وأنك بتستقر يلا شهر واحد فأنت تقول هاي والله وفعلاً يصير بعدين شهر عشان أنت ما يستصدق الرسمة اللي ديدة ولا الصورة اللي ديدة فهني سبحان الله الإنسان أن كل إنسان الكلام اللي يطلع كل إنسان الكلام اللي يطلع منه ترى يجذب له طاقة شيء مطبيعي فعلاً يعني أنا I truly believe أنه عندما أنا أحبط نفسي رح أكون إنسان فعلاً محطة وعندما أنا أحاول أغير جوح نفسي وأونس نفسي رح أستمر وهذا نفس الكلام أنت عندما تتفكر على الأطباع لأن هناك وائد ناس يكونون سلبيين سلبيين مع نفسهم ما يحتاج حد حتى يحبطه هو يحبط نفسه هو بالضبط هذا دمار هذا انتحار على البطيئة الجنة الواحد قاعد يتحر بشكل أو بسرعة جداً بطيئة أرى الكثير من هذه الأمثلة التي تتذمر 24 ساعة أنا هذه الأطباع التي لم تعجبني 24 ساعة أحد يتحلطم 24 ساعة مؤاجبة 24 ساعة أنا كلها لا أدري شنو أنا كلها مدمنو كلها تشذبين علي كلها يخونني كلها يسوي وبالفعل أن أنت وصلتي مرحلة هذا الإمج أن أنت تبين تكونين الدور الضعيف ضحية اي صح وفين حياتي الدمر؟ بحول لفها ثاني الحين لفها أعرف جمهورة شي أهم موايد موضوع الجمال ايه السؤال الأول هل تشوفين نفس الجميلة؟ الحمد لله ياسم ياسم هل عادي تنزلين صورة بدون مكياج؟ لا لماذا؟ أشعر أنه ليس جيداً هم يعني يعني لا علاقة بالثقة الحين فعلاً أسأل ايه لا يعني أنا أدري أن على طول لما أقول لا أنا مواثقة على هذا الكهام مقام يؤثر فيني بس أنا اليوم طالع عند خمسة مليون ثلاثة مليون لا أعرف كم مليون لماذا لا أرتب نفسي؟ حق نفسه هو لا علاقة بالميكب الميكب ليس شرط أن يكون شيء ثقيل لأنني رأيها عرس خفيفة تشعر يعني لماذا لا تشعرك اليوم؟ لماذا تشعرك؟ لماذا تشعرك؟ ليس لديك برنامج لأن هناك ملايين يشاهدون لماذا تشعرك؟ لماذا تشعرك؟ لماذا هدومك مخصولة نظيفة؟ هذه الفكرة كلها عبارة عن أنا بالنسبة ليه؟ من أحلى الأشياء التي أي واحدة يمكن أن تفعلها لأنها تهتم في نفسها وعلى كدر ما الكلام السابحي ترى الجمال الذي بره وأظافرك وبشرتك وشعرك وجسمك وضعفك ووزنك هذا كلها يؤثر على صحتك فعلا كلها يؤثر على صحتك عندما ترى نفسك حلوة وريلة أو حبيبة يمدحك حالاتك حلوة وشكلت حلوة وشكلت حلوة وشكلت حلوة أنت تكون مستنسة تتكلم على كل مستنسة مشاعر واشتطاك وناس تشعرك أنت واثقة من نفسك أكثر مستحيل في واحدة تقدر تطلع على الملأ من غير ميكاف من غير شيء وشكلها مو حلوة ون تسمحها وممشتها وممشتها ون تتكلم على الميكاف لكي لا أحد يفهم غلط وما يحصل لها كومنتي أثر فيها حتى في البيت حتى في حريم حتى في البيت حتى الشباب هاملين نفسهم بالبيت لا يحتاج جمهور إنسان ليس معروف ولا أحد يعرفه ولا شيء هامل نفسه بالبيت هؤلاء هؤلاء شكلت وفي حريم يسكتون ويتقبلون لكنها ليست طيقة وممشتها أنا أحب أن أهتم من نفسي لماذا يجب أن أخرج من غير ميكاف لكي أثبت أن أنا أقوم من نفسي مثلا فكرة هذه أنا أعديتها منذ لا مهمة أصلا أن أحد يشوفني حلوة أو أن أحد يشوفني أنه يثقى من نفسه ولكن حلو الاهتمام والله حلو تلبسين قهوة بجامة حلوة سعجبة حلوة لا أنه يشوفني حلوة لا 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 أحب في مجتمعاتنا خصوصا العربية كيف تربينا على البخور وعلى الريحة الحلوة والعطر يوم درس في أمريكا ريحة تم خايصة ومم مهتمين أقول هاللي حلو فينا تعرفين حتى الوضوء لو ندخل جانب ديني الوضوء شيء جميل بعد في مجتمعات ما عندهم أي شيء ولا يغسلون ولا يتسبحون كنت أقول كيف تربينا على أشياء الضفور كيف تكون الريحة كيف تكون أنت تشعر أحسن بالضبط هذا الإحساس شفت هذا الإحساس عندما أنت تتسبح وتبدل وتشعرك وتشعرك نعم تشعر غير تشعر غير نعم نفس عندما تكشخ تتعشع نعم شكلك حلو تشعر غير هو ليس أن ترى أنه تفكير سطحي لا الإنسان نفسه سيكون حلو نعم ولا هالخيس لا يتسبحون أشكالهم خيسة وهم مكئبين لا أستطيع أنا أقصد أن الناس بشكل عامل لا أقصد أن أكون رودة لأحدث ولكن بشكل عامل إنه أقصد موضوع المظاهر يعني يا ما تسمعين الزوج ولا زوجة أرفانين من الثانية عشان مهم مهتمين لا في ضروسهم لا في ريح الثم ريح الجسم هذا موضوع مهم ترى هذا ما يصير بالزواج هذا ما يصير بالزواج هذا ترى ترى تنقشه من زمان بس لازم الإنسان يهتم بس منه منه تلوم منه يعني أنا والدي مراهق خيص ورح تخيصها ويروح يتزوج واحدة ويخيصها مو أنا الغلط أنا الغلط هذا ما فيه تربية هذا ما فيه عذر سوري الشكل والترتيب والنظافة هذا ما فيه أي عذر والأخلاق أكيد ما لها أي عذر وأجل مو أنه أنا ألوم الأهالي إذا الولد طلع ووقح ولا هذه بعد في النهاية كل شخص أكيد يوصل مرحلة في الحياة هو يتحمل كل شيء هو يسوي بس كأساس وأنا من نوع إذا كان هذا موقف فأنا ما أتناقش مع السلام لأن هذا الشيء لا أحد يقدر يتعايش فقط صلاح حتى تعرفين النقطة اللي قلتي أفكر مرات الشيء اللي ضايقني أذكر تعرفين يوم ما اتزوجت كنت أقول مستحيل أكون من الريائيل اللي هد جسمي وستمتين ومكرش مستحيل أكون واحد من هذه مستحيلة شو الذنب الزوجة إن بعد ما تزوجت وخلاص الخاتم موجود خلاص باي هدين نفسي غلط مو بمفروض أنت تقدم أفضل نسخة منك للشخص بس ليش تبي تقدم أفضل نسخة لو تحبهم وتحب نفسك وتبني العلاقة تستمر صح ترى في واحد يكون مو مهتم بنفسها بس يحب زوجتها حبها وما يفهم من هذا غلط مثلا صح ما يفهم من هذا غلط وعليه شوية شوية ما تنجذب لأسنا وهي شوية شوية تسكت أو تقول أنا أقبط شمسنة يأتني واحدة قاعد تسألت لي أنها تحاول بأي طريقة أن تخلي ريلها يتسبح أي طريقة تخيلة وما يقتنع وفانا قاعدت أنا بطلق وأسلام ومتأكدة أنه في وايد نفس المواقف يمكن الناس يفكرون موضوع سخيف عشان قلت عطر ولا وايد مهم شو لو شخص يجز ولا يقرف من شخص الثاني كيف تعيش معه كيف أسبوع شهر وبعدين ما فيه ما فيه ما فيه مستحيل إلا إذا عاد اللي تتقبل لأنه أي خلاص يعني يا تصير نفسها يا مو مهم يعني وش الزاد صراحة فيه فيه ناس فعلا ما عندهم أوبشن يعني صح فيه ناس فعلا ما عندهم الاختيار أن هي تطلع من شوية شنو مكان يعني ما هذا السبب أي سبب مكان رايج في عمليات التجميل شو؟ أحبهم يعني أحب طبعا ما أنصح أنه أي واحدة يعني شوف أنا فيه عمليات أنا مسويتها بصراحة ندمت عليها يعني صغيرة طايشة حسنها أحلى وأحسن ما على داعي أحبهم أحبهم يعني أحبهم عندما أنصح فعلا أصدقائك أحبهم كنت أحبهم بصراحة نحن كنت أحبهم رأيتها أحبهم 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 بس إذا كان هناك شيء يجمل ليس يبشر يجمل ويجمل لأنك تبينه وتحتاجونه وليس لأنك تبينه لا يتبينه أقول أقول لنذهب وفكرة أنا كفكرة حتى حتى يوم من اليوم عيالي بنتي ممكن تبتي تسوي مثلا أو أغلب البنات حتى الشباب قاموا يسوي بس إنه يعني عيالي مثلا تيني بنتي أو والدي أبي يسوي هل لازم يكونوا في عمر معين هل لازم يثبتون لك أن القرار مش حماس ما رح يقدروني يثبتون أنا سويت خشمة من 17 سنة هل لم تشعر أنها صغيرة؟ صغيرة لكنها لم تعد معنى صراحة الحمد لله مشت ودي أكثر الحمد لله لكن هناك بنات 17-18 سنة تسوي عملية وتكون جدا فاشلة وطول أمرها تقعد تعابن في نتيجة العملية أية سوتها هناك الطيش الذي يضبط وفيه الذي يفشر أنا ضبطت الحمد لله وهم في عمليات ثانية أسويتها ليس صراحة تسوي عمليتين عمليات ثانية ما أنا داعي ليس صراحة وبعد ذلك كلما أنت تكبرين البنات لن يختارون فعلا تصيرون أحلى وجسمك يصير نفس ما أنت تبنيينها وأحلى وشكلت وشعرت وطولين عيال تحاولين تغيير الحلو الذي يصير قبل كنت أرى من البنات أكتشفت أني في عمري 30 وطولين أحلى من 18 إلى 19 إلى 22 عمليات تجميل التي تحتاجها وما تبخل على نفسها على دكتور زين وتسوي الريسورج هذه الأمور المهمة التي قبلها العملية والاستشارة قوة هذا إذا تحتاج إذا كان شيء طبع مو حلو وإدمان أو ألا ما علاقتك مع الأكل؟ أنا كل شيء مؤكلة مو بأكلة يعني أنا ممكن أحلى وجبة بالنسبة لي عيش أبيان وروب شم؟ أحلى شيء مو وايدة أحب الأكل يعني مو ما أكل لا أكل بس ما أتلذب فعلا ما أتلذب يعني عندي واحدة من البنات لا أتلذب أحب الأكل وتمزج والسوس والشيلي والشيلي أتمنى أنني كنت أتلذب شيء وسنهائية موالح أو الشكر تحبين؟ لا لا موالح 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 ما علاقتك مع الفلوس؟ لا أعلم أتمنى أن أكون صراحة 100% قل لي لو أحب الفلوس قل لي أحب الفلوس لا أحب الفلوس أنا عندي فلوس جواز شخص أعتبره نفس الجواز كلما اكتشفت في هذا الوقت كلما الواحد أسس نفسه وحاول أشتغل لما أنا أقول يصير عندي فلوس أنه أنا فلوسي اليوم أكثر من أنا قبل ليس أن أحد يقارن نفسه فيني أو أنا قارن نفسي بأحد أن وضعك أنت المادة يتحسن يصير عنديك فلوس أكثر إذا كان دينار صار عشرة إذا كان عشرة صار أمية أنا شرقة كلها ليس المبلغ محدد بالنسبة لي تعطيني أمان راحة نفسية اليوم الأسود اللي كلنا نحاطين فيه حل لأنه فيه فلوس نقدر نتصرف نطفع نسوي إذا خسرت عندي فلوس بشغلي إذا انفصلت عندي فلوس أطلع إذا قدت ناسي مع زوجي عندي حقي عيالي أي ترى الفلوس تحلوا أمور والفلوس حلوة أهم الناس اللي وصدقوها ترى والفلوس تتينم تسفر وتروح وتيب وتستعنس وتتغير جاب ما فيها شيء لفلوس تعرفين فيه كتاب فنان حين وايد من شهر وأنا أتكلم فيه كاميرا أسمعه ريتش داد بورداد الأب الفقير والأب الغني وهالولد والكاتب الكتاب عاش بين الاثنين الاثنين بين أبه ما كان يرضى أن يقولون كلمة فلوس على الطاولة إنه لا هذا من شر الدنيا ومفروض ما تتكلمون عن الفلوس وهذا غلط كده 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 وكل غني وإنسان مبزن ويسرق كل شيء سلبية تجاه الفلوس والأب الثاني اللي كان يقول خلنا نتكلم عن الفلوس خلنا نتكلم كيف نستثمر فكان يجب المدرستين نحن كما تقولون نحن نأخذين انطباع جدا خاطئ عن الفلوس فراحة أنا دائما أقول الفلوس ماتي بالسعادة لو أنت مبسعيد أصلا لو أنت سعيد وعندك فلوس تسوي أسعد عرفتي الشيء خصدي يعني أنا مشتغل على نفسي يعني أنا ما بيكون إنه شالو اللي قاعد أقولها بس أنا أشعر أن الفلوس فعلا تسعد بس لو أنت إنسانا مكتئبة ولا أنت ما في شيء في عينتك على إن شاء الله أعطيش ملايين ما بتكوني مستانسة بس لو أنت أصلا مستانسة بسيمكي أكثر أخرف لو سروح عالج فيهم وسافر وأكثر أتحسر يعني أنا أقصد إحنا ليش نخلي الفلوس بشعة ليش؟ ليش ما الفلوس تكون فعلا هي شيء نحن نأمن عليه شيء يعطينا أمان شيء يعطينا شيء يعطينا فعلا هي الفلوس ويوهد الناس تتطلقوا بشاكل الفلوس نفسك 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 ونفسك 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 لا يوجد أو لا يوجد ما هو أساسها؟ الفلوس كوضاء أما بالنسبة للسعادة الفقير سعيد وغني سعيد ما لا علاقة بالفلوس لكن الفلوس فعلا تحسن وتوظف وتشغل الناس هل لي سأقول هل لي سأقول هل لي سأقول حالة افتراضية ريال وغاية سعيد ليس عندها فلوس لكن مرتاح في حياته وظيفة بسيطة تأكل عيش لا قدر الله أمه فيها السرطان ليس عندها فلوس يوديها علاج اكتاب لو كان عندها فلوس كان حل موضوع حل موضوع حل موضوع حل من الأقارب في مرات الفلوس صدق وسيدة وألس هالأيام منه يتجرأ يتزوج أو يرتبط إذا ما كان الوابع المادي زين ما أقول لك واو أكستريم أنا أقول لك زين أكل واحد على المستوى ما لا ترى ما أفعل تعافينه كان في فيديو يضحك على انستغرام ليس يضحك لكن يفتح موضوع الفيديو بالانجليزي كان بس يقول يقول نحنا الريايل مساكين نزيل يقول نحنا لو واحدة بس جميلة وأخلاقها حلوة نتزوجة إن شاء الله تشتغل في مكدونالدز البت لو حصلت واحد أخلاقها حلوة بس يشتغل في مكدونالدز إن شاء الله وسيم وكل شيء ما تتزوجها الريايل كان مهمة يجعلون المرأة إنها تكون مستيمن يشتغل في مكدونالدز يشتغل في مكدونالدز بعد الفيديو سألت كم واحدة قالت لي والله ما أتزوجها فقلت ليش أبا أستفسر قالت لا أنا بس أقرار هو وسيم وإخلاقها حلوة وش يسمى فيه أجواب له وبعدين أنا متوهقة ما أقدر أودي أولادي ما أقدر أطلع فعندهم وايد مهم الأمان إن الريايل مفروض يوفر بيئة آمنة لأنا والأوداد بالضبط وحتى المرة ترى على فكرة اليوم أنا لما اعتمد على الزوج أو الرجل أمية بالأمية ترى أنا غلط وهذه من الأشياء التي أحس أن لا أحد يعرف عني أن أنا لا أعتمد على زوج نهائيا مضييا سواء كالوضع زين أو موضي أبس أن دون نهائيا لا أستطيع أن أنا سأأمن نفسي أولاً الفلوس ما كانت متواجدة أصلاً من وأنا صغيرة يعني بشكل خرافي كانت على قدنع بس أنت اليوم ما رحتي تلزمني أن أنا أتعايش معك على عيوبك عشان عندك فلوس ولا بتيتت فلسف علي عشان أنت عندك فلوس ولا رح أرضى أني أنا أنهان يعني هذا السبب الفلوس أنا بالنسبة لي أنهان أنخان أتبهذل لكي أسكت لكي أعيالي لا حبيبي أخذ عيالي وأذهب إلى مكان وأعيش وأعيش أعيش أعيش هذا السبب أن حياتهم تدمرت حياتهم لأنهم لا يوجدهم أنت اليوم موظفة لديك مشروع لديك أب أمن نفسك لا يوجد أنك مرة وريالي لأن هذا الشيء الذكي أن الوحيد يفعله أنه يأمن على نفسك لا تدري ما يحدث لا تدري ما يحدث لا تدري ما يحدث لا تدري ما تستطيع بلحظة تغير كل شيء يتوفى حتى لو لم أبخي أنا أو لا حتى لو توفى أنا سياما وياما نرى عيال العوائل الريال الآن المرأة من نهارة تريد أن تأخذها لأولدة فلان وهنا طر فلان يموت عشان يورث عشان أنا أعيش معها طول حياتي عشرين سنة عشان أنطر هذا يموت عشان يورث الله لا يعذبه لا أروح أشتغل وأحفر أطلع حتى من تحت الإصخرة دينار وهذا يمكن أن أموت قبل لكن أنا أموت قبل تعرفين تكلمت أظن في حلقة نغام وكنت أقول كم هو مهم أن المرأة تكون متمكنة عشان إذا المرأة متمكنة عندها شهادة مثلا عندها وظيفة عندها دخل حتى لو محدود بس تعرف أنه أنا لو أبا أستعمل شهادتي أهر وحية وظيفة فقط هالعقلية تخلي المرأة تحس أنه أنا عندي خيار مجبورة أكون في هالزواج ولا في هالعلاقة لا أنا أحبه وهو ما مقصر فيني فبتم معه بس مثل ما أنت قلت ما بنهان بس عشان ما عنده فلوس وعلى فكرة فيه اختلاف الآن صاير أن الحريم يصيرون أقوى من الريائين وأنا هذا شيء مو ضده بس ما أتفق فيه أنا دوري اليوم دور مرأة أنت دورك دور قجل أنا ما بي أصعد عليك وأصير أقوى منك وأكوى منك وأنا وأنا لا لا أنت سوي لي أنت لازم تسوي تأمن حياتنا تعيشنا أحلى حيات تقعد مع عيالك بس أنا هام رح ألعب دور الأم ودور الزوجة ورح تحمل ورح أصير حلوة ورح أصير زينة ورح أصير أنت زين وحلي ومعا بس لما يصير فيه أنه قلاش لا أبي أكون أنه أنا متمكنة وأنت متمكن ومع السلامة ملوهم ملوهم أبيض أما أتهزأ وأنهان وحريم وما يتحريم مع أهلهم وريايرهم عشان الفلوس وما في خيار وما في خيار ومو معنات أنه أنا اليوم عندي أوبشن يعني أروح أصير إنسانة حقيرة أنا مو هذا قصدي يعني أنا اليوم مو أبي أصير عندي فلوس عشان أنا أبي وهو يحس أنه هو يحتاج وما أنا أحتاجه لا بلان بي بالنسبة لي بلان بي أستخدمه على مزادي أنه متى ما أنا حسيت أنه أحتاج تأمين تأمين أنا كنت أسألت أصلا كنت أقول الذي أعرفه أن أنت على كلام الناس أن عائشة حياة مستقرة مادياً فكنت أقول لماذا فوز تسوي إعلانات ولكن جاوبت هنا فأقول لك مثلا هل إعلان يب هل إعلان وهالدينار على هالدينار على هالدينار ترهيب ألف دينار وفي أحد يقول لا الله رازقنا لا لكن هناك حريم مكانك يتزوجون زوج لديه فلوز لديه فلوز لديه فلوز لديه فلوز لكن الآن فهمت عقليتك أشعر أن الناس مستهينة على موضوع الإعلانات ترهيب مالذي ترهيب أن نكونوا واقعين ترهيب اليوم على تيك توك والناس ترهيب ألاف مؤلفة ترهيب على يوتيوب ترهيب على كل البرامج صارت تدخل لك مبالب أو الإعلانات صارت تدخل لك مبالب لماذا أنا أقول لا ما هو الفرق لأنني لا أخذ ويد أفلان مثل ويد أفلان ويقى بعدين ما هو أفعله؟ أكلم عن العمل يريدوني الإعلان لماذا أنا أطلع من شغلي عشان أتزوج؟ أقول أبا أبي لماذا هلقد الناس مهوسة في زواجك؟ كلهم يكونوا يعرفون عن الزواج وكلهم يتمنيون عبدالطيف لا أعلم لماذا يتمنيونه في تويتر نتمنى الله يرزقنا بعبدالطيف أكثر مني أكثر مني لكن أنت لم ترهيب في ميديا لماذا؟ هو نهائيا ليس من اهتماماته صراحة ليس من اهتماماته ومخه غير لا يفهم حتى لو أعرفني لم أكن أدري أن أصدت أكثر مشهورة أعبال لأنني أقعد فلسف بلشنا نطلع لماذا أصدت لماذا تصورونه؟ قلت له صدق في مرة حتى تصورت وانت نايمة؟ يا ليت أنا فاتحة لايف وانت نايمة وانت فاتحة لايف وانت نايمة؟ وانت فاتحة لايف وانت نايمة؟ كم تم الايف ساعتين؟ ثلاثة؟ 40 سنوات ولكن هذا ليس من الموضوع لأنني أقعدوني وماذا أهم شيء ترى؟ أنت الزوجة ما شاء الله ثلاثة سنوات ماذا أهم شيء تشعرون في الزواج؟ أهم شيء أن يستمر على نفس البداية لا يحدث أن يكون نايمة من الأشياء التي أشعر أن في المجتمعنا كحريم أنني أحملت وانت وانت ونرى ما حدثت و4 ساعة أخيرا 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 وعلى ما أخيرا 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 هذا الجو يعتبر قليلا سلمي وأنه طالعا وأنا قاعدة وأنا أخيرا 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 وأغلب الحريم وحاولنا وعلى أهلنا هو نفسه هو نفس الهجر هو الهجر قليلا أن ترى أخيرا 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 من الأشياء المهمة أنه لم أخسر علاقتي مع ريلي لأنني بالنسبة لي صراحة من الأكثر الأشياء التي أعملت عليها في العلاقة أننا نكون ربعا أكثر من زواج أكثر من محب لأن الربع دائما يجبون لهم طريقة أن يراضون بعض يطلعون أعلم أنك محبت في المحب أخيرا 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 وحسيت أن كل أثنين لهم طريقة هذه طريقتنا أخيرا أخيرا والأشياء بالحمد لله فحسنت آسقension تخيل اليوم مجتمعة بالنسبة لي أعلمượng لأنشmer проводителя ك Leuten المحب أحبه، ويحبني، ويحترمني ويقدرني وقدره، ويبلي بينهني وهني وردة، يطلب الكيك الذي أحبه، يبلي هدية بعيد ميلاد، يفاجئني هذه الأشياء ترى أي علاقة أضايف، أي علاقة، لو أنت تسوي حق رفيجك رفيجك، سأحبك فرعبا صحيح، فأنا بقى لك غيلي، لماذا هناك ناس كثيراً يشعرون أنه لا، أنا أذهب إلى الدوانية كل اليوم، وأنا قادر أدربع كل اليوم، ونعيد فيلم ينعاد كل يوم لا، أبي أعيب ربعي، وما قادر أنا وعبدالطيف عندنا ربع مشتركين، نسولف، نأكل، نتغدى، نسافر، نتغدى، 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 نتغدى؟ نيتغدى، مع بعض الأعيق استعمالها لدينا أثنان، قد نقوم بثنان من عائلة مانتغد وSTRثت غيرنا الخطيات، ولدينا دهنا، نتغدى و نتغدى Desert harmy's army'sanas mer fled فوز وفي أسعد أوقاتها يذهب للتركز قوي وأنت أكأب شي تروح وأنت أسعد شي تروح لأنه ممكن هنا يكون في رايز وهنا يكون في درو صح وهو اللي صراحة قدعني في هذه الفكرة وعنده هذه الأفكار ولازم يعني تتمنين كل الإنسان المفروض يتمنى يكون عنده شريك يطوره في أي شيء أنت تقول أنا أفتح بيزنس يقول لك عبداللاطيف لحظة أنت سويت هذه الدراسة بها الطريقة لا ما فكرت أي شو رأيك نجرب هذا الشيء؟ لا لا بس أنا موديك مطعم ثاني موديك أي أوري هل مفروض شيء لازم الناس تفتح مخهم وأحس أن كل أثنين ريال وزوجته حاولوا أنهم يطلعون من العالم اللي يقوم أكارواشن كثير ما يقدرون كل شيء أنت متعودي عليه في بيتك خلال طفولتك كبرك غيرها معاين دعنا نحاول شيء يديد دعنا نفتح حوار بطريقة يديدة دعنا نرى شيء نحن لم يكن نملك نرى قبل دعنا نرى شيء نسمع عن دوكومنتري كان عيب أنه نفتح بالبيت دعنا نرى فيلم يغير فكرنا دعنا نرى شخص كل التفاصيل من الممكن أن ترى فيها لا لها فكر هذا فكر يمكن أن تتجهى سؤال في تناس أن تصبح إنساطي ومن هذه الأشياء لدي نطيف من الناس لن يستحيل أن يقول لك أنني أمي كان أفعل شيء وأبو يفعل شيء وأنا لم أحب شيء وأخواني شيء وأنا أخواني شيء شيء ثم أصبح لحظة دقيقة صح هناك أشياء لا أتفق بها اليوم ليس لنا أهالينا مزينين ليس لنا أهالينا غلط ليس لنا أبوني ألغاني هذا الذي تعرفه يا أمي هذا الحدود الذي يعيشون فيه وهي متأزمة من أمها وأمها متأزمة من أمها والأبو متأزم من أمها والأبو من أبو هناك الكثير من أمها اليوم ليس فقط عندما تتشف علاقة أنت تأتي مع الكثير من أمها حتى عندما تنولد أنت تنولد مع الكثير من أمها أنت تنولد في هذه العائلة في هذا الأوضاع في هذا الفكر أنك تقتنع وتتعايش سواء كان صح غلط لا يوجد أمها أو أنك تقول لا هذا أنا أشعر غلط هذا أشعر أنني لا أريد أن أفعله وليس بطريقة أكستريم أنا دائماً لا أنصح أحد أن ترى دائماً نسمى مثلاً أهل دينين مثلاً ملتزمين حي وبنتهم لا تبين مثلاً تبسع جام وتسمع كلها قصص البنات الذين نحاشوا و الذين سافروا و راحوا أنا ضد أمية من أمية لأنني لا يوجد أحد يفعل ذلك إلا إذا كان فيه باكلاش قوي ما في أحد ما راح تحوش صدمة من بعد ذلك مواقع لكن أن يكون فيه حل في حدودها حل يناسبني و يناسبهم أو هذه الأشياء التي أحس أن الناس لازم شوية تبلش أن تغير في نفسها شوي شوي نفس ما أنت صدمة نفسك أنت راح تصدمين الكل في قرارات أو في فكر معين سمع في سؤال مكعب؟ ملو؟ أنا أحب الرياكشن ذو تعب سمع في سؤال مكعب؟ نا ولا أنا أرى؟ نا أوكي لعبي معي السؤال حلو ترى ما يخوف يعني سأنا بقى خيال الفوز أعطني الابي توكس أوكي السؤال الأول نزيل السؤال مكعب أغمضي لي عينك أغمب عيني؟ نا تخيلي معي نا النقطة الأولى تخيلي يفوز صحراء جرداء ما فيها ولا شيء صدق صدق فاضية أوكي و عبداللطيف لو أنت تشوف هذا لا تشوف الفقرة الياية عشان هي لازم سوي لك أنت الاختبار حلو حلو أوكي أوكي فأغمضي صدق تدخيلين الصحراء ما فيها ولا شيء فاضية أوكي و مرة واحدة تشوفين مكعب كيوب أوكي وصفين للمكعب ما حسيته بني أوكي و يمشي مع الصحراء يدور على الصحراء؟ لا يعني على الرمل أوكي أوكي و مكعب على سطح التراب أو داخل أو يطير؟ لا لا على التراب على التراب و كبير أو صغير؟ لا صغير صغير و شفاف أو جامد؟ لا لا صلب أوكي صلب ما تشوفين داخل أوكي وبعدين بعد المكعب فوز تشوفين سلم كنت فانسا سلم أين السلم؟ أين السلم؟ لادر أين؟ بعد الصندوق بعد المكعب؟ بعد المكعب منفصل منه أو عنده؟ لا بعد ألاطول بعد أوكي بس يعني واقف روحها؟ أين واقف بروحها و ما يلع على الصندوق ولا لا؟ مستقل؟ لا فوق واقف أطول عن المكعب؟ أين؟ يديد أو جديم؟ خشب ما يريش قديم قديم بعد السلم تشوفين خيل حصان؟ أين؟ وصفين لي أسود؟ طعيف ناعم ويد يعني فينا خيل عربي عرفتم هذلك؟ جميل واقف؟ أين؟ بعيد بعيد أين؟ عند المكعب؟ عند السلم؟ أبعد عن كلهم؟ لا أبعد أوكي بعد الحصان تشوفين ورود أوكي أين؟ عند الخيل عند الخيل وحياتهم؟ حيات الورود نابضة أو؟ لا حلوين حلوين وايد أو شوية؟ وايد أوكي وبعد الورود تشوفين عاصفة وين؟ وينها؟ بعيدة بعيدة ويايا ماثرة على أي شيء من هذه الأشياء؟ لا ولا شيء أوكي يالله افتحي عينة أوكي فالسؤال مكعب سؤال اختبار ياباني علم نفس هل لديه مكعب؟ يمّا حسنا نزين فالمكعب هو الشعور بالذات أو الأنا أيضا إذا صغير متواضع أكثر خجلا انطوائي وتفضل الاندماج أكثر من التمييز غريبة على سطح الصحراء يدل على الاستقرار منطقي وتعرف ماذا تريدهم الحياة وتجتهد للحصول عليه صلب تعرف من أنت ليس من السهل التلاعب بك وواثق من نفسك فالييغو مالتش مرتب نزي ليس كبير السلم هم العائلة والأصدقاء الوقوف بعيدا عن المكعب تحل معظم مشاكلك دون مساعدة العائلة والأصدقاء تحلم معظم مشاكلك دون مساعدة العائلة والأصدقاء سلم منفصل واثق من نفسك ومستقل اعلم المكعب تقدر أصدقائك وعائلتك تقديرا كبيرا وتهتم بهم و بعدين قلتي قديم تعرف أصدقائك منذ مدة طويلة وتعرفهم جيدا نعم واو ترى غريب ليس بطبيعي هذا لماذا تفعله؟ لكي يعمل على العقل الباطني بمعلي لكن كيف يعرفون كيف يجاوب الناس كلها نفسه أقدر أعطيته من السيكولوجيس ياباني يسمى كوكولوجي كيوب تيست الحصان هو شريكك المثالي انت قلت واقف مستقل بعيد عن الأهل انت مستقل واقف ثابت صح بنية قوية خيل كان عربي جميل ترغب في شريك يوثق به ويعتمد عليه الزهور هم الأطفال كمية الزهور هم يشيرون على عدد الأطفال الذي ترغب في إنجابهم أو تكون حولها معين تتحبين الأولاد عشان قلت وايد حديقة مزدهرة نابضة بالحياة تعكس صحة أطفالك وازدهارهم وعلاقتك أنت بهم إن شاء الله الحمد لله وتعرفين شو أحلى شيء قلت وين الزهور تحت الخيل وين ريل ترغب غير ترغب غير لماذا؟ لا أعلم لماذا تخافي؟ كيف هو وصل حق هذا الـ طبيعي؟ زوجتش هو يعني أولادتش يوم معاه تعرفين وهو هم عدالة أتمنى بعد علاقته هو قريبة منه بس سلو يعني الريال أعتقد شوية تكثمور نعم العاصفة هم المخاوفة الضغوطات والإحساس بالتهديد والقلق غير واضحة الرؤية في الأفق أنت في سكون داخلي كلما اقتربت العاصفة كلما اقتربت تهديده مباشر تعصف العاصفة بأي من العناصر دون التأثير عليها تعتبر أي تهديد قابل للسيطرة ولديك ثقة في قدرتك على الحل لكل المصاحب واضح شكله في حياتك هالفترة الحمد الله ليس جيد هذا بعطيت بعض هذا هذا مع أي شيء اللي أنت فيها بس أنا بختار بس سؤال واحد أخلطي أي يلسة ممل اللي أنت فيها أنا هذا شكلك اليوم بالليل بأخذ بس أول واحد اخذ أول واحد أنا بأخذ أول واحد لنرى أنت حبت ماذا؟ كيف يشعر قلبك اليوم؟ أخذ هذا سلوب الجواب أرمي؟ أي ممكن ما؟ كيف يشعر قلبك اليوم؟ كيف يشعر قلبك اليوم؟ جيد جيد أي أي أنا أحس أن أنا عاطفيا قبل أي شيء في الحياة قبل أن أصير أم أو زوجة أو شغلي أو وتعب أحس أن الحمد الله قدرت أني أعرف أنا مقصرة وين وشنو غلط هذا بالنسبة لي كان ترى تغيير جذري ويا بعد فترة بالثرافين أشعر قلبك أحسن جيد والحمد الله أنا أتمنى أن هذا الضريج الذي يتم تأخذنا أكثر فعلا لك أكمل فيه تخاف من شو؟ أخاف من شو؟ أخاف من شو؟ أخاف لا أخاف لا يوجد استقراض أخاف ترى بعد سؤال يوم قلت لك شو علاقتك مع الفلوس؟ أه هذا يعني مثلا الطفل اللي ينولد في بيئة الأهل يمكن ما يدرون ينفعون فاتورة ما يدرون حق الجامعة الولد يبدأ يحس بمشاعر قلق يعني منه كانت تقول؟ ليلة كانت تقول أنه لازم أشتغل طبيبة سنان أنا أبسى اللي دي كنتي توي ترا إن أكثر الطبيب يدخل فلوس عشان أنا عارف بهالفلوس بخلي كل حد يحلم مشاكله حتى أبوي أمي فدائما ما عندك الأمان دائما ما تحس أنك فيه أمان ودائما تحس أنك أنت مسؤول عن مشاكل الكلب يعني مثلا أمي قدمت استقالتها وتقاعدت بيسكلي مو قدمت استقالتها تقاعده حسيت أن لا أنا الحمفة أنا المسؤولة أنا كل ما تفعله وقتها مزاجها فلوتها أخواني كلهم مشتغلوا معي أبوي يتقاعد بيب لو بسوي لها أبوي يتقاعد بيب لو بسوي لها مزاجها أهلي مزاجها مزاجها أدفع تفاصيل لأهم التفاصيل أربع ساعة بيروح لهم أبوي يتقاعد معهم مزاجها لدي تقنية بظمير أن أتزوجت طلعت من البيت مزاجها بعدين أن أنا وضعي أحسن ماديا فأنا ملزومة وفعلا ملزومة بس أحس مرات أن ندخل روحنا في متاهات إحنا في غنى عليها يعني مو أن أكيد أن ما تساعد أو ما تسوي أو ما تحط بس هذا المحاتات الفكر التبكير 24 ساعة إنه ليس صحيح تقنيب الضمير بعد وايد تقنيب الضمير إيه؟ وأنتي وآخر شيء ليس مسؤولي يمكن مية في لمية على كل حد أخي؟ شو الشيء ما تجي نسامحينه؟ يعني إذا أحد سوى يعني يغدر فيني هي عالي الغدر هاري شو المكان موقفاً؟ مستحيل شو أك أكبر غدر مريتي فيه؟ أنه يمكن فيه ناس كانوا حواليني فقط بسبب واحد صحيح صحيح حسنا يعني يعني نحتاج حل قطاري لا يعني اكتشفت ناس أنه كانوا يعني سنين طويلة أنه أمم أنه كانوا يحبوني وكانوا كل شيء بعدها سبب تافه وأيضا سبب الفلوس صارك مشاكل أهل أو رابع؟ ميكس وليش هالشي هل قد جرحك؟ لا لا أكثر ناس قراب منك أهم اللي راح يتروحونك ما راحيني واحد غريب يأبيني أو حتى لو باغني لا أكثر يعني بس تشري فيه أشياء يعني أنت لما ما تكون مقصر ومسوي عليك وزيادة يعني الحمدلله I'm good ووايد مشاكل آخر سنة اللي فاتت خلتني يعني شوية أكون مور سبيرتشو الصراحة ما كنت وايد يعني أنا منتزبة قبل الله صرت لا حسيت يعني هم هذا الموضوع أو المصيبة اللي صارت لي أو البلاء اللي نفرض وإنه بتليت بشي هم عطاني جانب حلو أنا صرت شوية يعني اتقربت أكثر من ربي صراحة حسيت أن أنا وغير كنت مقصرة وهذا كان فترة الانهيار اللي مع الثرابي والأنزايت فعلاً دشجتك هذا واكتشفت أن يعني دخلت يعني مو إنه كان ببالي أطلع غير جو أطلع أشرب كهو أطلع أشرب كهو لا أصرت أبي أصلي أبي أدعي أبي أقرق يعني طلع فيني جانب ما كان موجود لهذه الدرجة يعني هذا شي حلو فمرات الصدمات اللي تمر فيها وتتضايق منها يطلع منها شي هذا كثر ما يعني يعني تحاول أنك تقنع نفسك ولكن شفت أن بعد فترة طويلة فيه شي حلو يعني أنك تتحرر من هالناس يعني أنك تشفي شي مفيد لك وحلو كنت ما تساوي كامل يعني صراحة الحياة وغير تحطك 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 وطلع منك أحسن شي بنفسه نعم نعم فيه أظن مقولة صينية تقول أحسن 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 شي 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 يعني لكل مصيبة فيها كنز من الأشياء التي تتعلمين من المصيبة إذا تبين تشوينا بهالمنظور أو تكونين ضحية وأنا ليش وأنا ليش ما استاهل أو أنا بالعكس دور الضحية اللي حبتها وائد زين مشاهد في دور الضحية بحتين أنت تنهار تنهار يعني خلاص ويبقى لا يوجد شي لا يوجد فيه لا أنا عندي ريالة بعدين تبدأ لكن يجب أن تنهار لا يوجد أحد يعني تحوش على المشاكل العادية ويصبح يصبح فعلا تغيير جذري إلا لما يوصل مرحلة الدمار أنا أفكر فوز هناك ناس يشوفون يقولون حلوة متزوجة عندها فلوس عندها أولاد مشهورة على شوز علانة ما بيصدقون إن كيف البنت تكتب أصلا لا يصدقون لأن أنا أصلا الناس اللي قرب مني ما يدون ما يصدقون ترى الشهرة والفلوس والدنيا ترى تيب مشاكل ترى بس الشخص اللي قاعد فاضي بالبيت ما تحوشها مشاكل ما عنده شيء ما عنده مشاكل يعني إذا أنت عايش بروحك مو موظف موت تشتغم ما تروح ما تروح ما تروح ما تروح ما تروح لما الإنسان يطلع ويطور في حياته تطور زين ويغير ويسوي لابد أنك أنت تحوش كما واقع وكل ما أكبرت الشهرة وكثرت الفلوس وكثرت المسؤوليات هل هي المفاعدة ما تروح مثل ما بيقي قول مو ماني مو بروبلم اكزاكت ترى هو مو أنه فلوس تسيب المشاكل أو تحل المشاكل بس هي فعلا مو عيد نوع تصير فيها مشاكل شو كنت بسألك شو أكثر كلام جارة حد قالت شيء ما تريد أن تنسينا أكثر كلام جارة هل هي تتكلمة الآن أو في الحياة من أول ما أردت في الدنيا اليوم شيء أحد قالت شيء نحن نلاصق والله كنت أتذكر أيام المدرسة يطنجون على خشم ما كان يقولون لا أعلم لماذا كان يقولون يعني كل ما حيل تافى لأنني يقولون إحنا الحنيين عند دوانية أم خشم شكوا سخافة بس أثرت أثرت تجميل عمرو 17 أثرت شما أثرت يعني شيء تافى وبني هال وتافين بس أثرت أكيد تتعقدني وفي اليوم أتحدث أثرت حيل من زمان تخيلي سبحان الله كيف يلصق 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 وأبو يقول لله حفوظ حبيبتي عندما يصير عمرك أربعين نفسي سوف يصير خشمك أرى خشمك قال لابا شيء نبطرني أربعين ما رح أدش الجامعة لا لا صدت في كلام تكس ممتلك ممتلك حمدك أحمد و فوز لماذا سميتي بنتج على اسمك؟ حد مطيب سموها صراحة لماذا؟ لأن لجانة يقومون مثلا لا أعلم منه جونيور رونالدو رونالدو جونيور مثلا في أمريكا يستعملون جورج جورج جونيور نعم لكننا لا لدينا وعينة لا ليس غريب و صارت شنها هببة بالمشاعر لأنها تسمى صور مسمية ولكن لا يقول أنت لماذا تسمى بنتج؟ لا أكيد أنها حرام لماذا تسميتها فوز ولكن أحب تلطيف سموها جائبة يسميها فوز لماذا لا؟ لأنها جميلة لا أعلم الناس كيف تقولني صراحة الإذن بنتي بعد لكن أشعر شخصياتها حيلا لا أعلم الاسم نهائيا نهائيا لذلك لا أعلم صراحة و ماذا تعرف أحمد و فوز؟ نعم غيروني أنا سأقول لك غيروني مليون بالمئة الحمد لله هم نعمة من الله و أتمنى الله يرزق كل من يتمنى لكنهم يغيرونك تصير إنسان تابع الأحسن ولكن دائما ندور الأحسن الأحسن حسب كل شيء الأفضل الأفضل أن تغير شخصيتك تغير نفسك تصير صبوع تحاتي ترى لا يمكن أن تكون أم أو أبو شيء صعب بالذات الحين وأنا أشتغل فتائني بضمير مليون فنصف كل حبهم من أغام العيالي و 24 ساعة مع النيرس والنانيس لكن حيل لا يعني مسؤولية حيلة كبيرة و كل يوم أتعلم من كيف أن أكون أم ولا يوجد مانيول يعني أنك تقرأ وتصير أفضل أبو و الأم يعني نحن أهلنا اليوم يعبروا فينا ونشكبرنا يعني بس ان شاء الله تحسين انت يوم زينة؟ ايه اكيد فيه اشياء اكيد مقصرة فيهم بس الحمدلله اعتقد انت احاول وروحت استمر احاول وتأخرت عليه بصراحة حسني كنت متأخرة على اليهان لان اخوك تنزل لدموع و تعال و تعال ادت اعم الله يتطول في عمرك ان شاء الله اذا اليوم اخر يوم في حياتك ماها كملتاء لا ادرف انت صراحة وي 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 تقلت شلون عيالت شه نهرت بعد تقولي آخر يوم؟ آخر يوم بعدها؟ والذي بكمني السؤال لا أما يوقف روح نهار السؤال بعيد عندي، يمكن أن مبعيد عندي هذا إن إذا آخر يوم في حياتك اليوم، الليلة وما عندك أي طريقة تتواصلي مع أيحد قامته موتين من هو تندمينا إنما لا تتواصلت معه؟ او لا؟ انه ما توصلت معه؟ انه يا ريت قلت له هالشي ولي قلت لها؟ ولا وصلت هالكلمة؟ مشان ما حصلتي فرصة خلاص؟ ما ادي؟ ما عندي احد بباين؟ انه احد ما عندي علاقة معه الحين؟ لا اي احد زوج ام اي احد؟ اولاد؟ لseason؟ اولاد؟ ابي اتلم여 بما م اشياء كبارartetة اتسلم تلك اخدتي؟ اولاد؟ ما ادار؟ انا انكم Kasim Mizim Mール لا اعرف كيف اقول ثلاث اي واثوا كيف تكلم هم جدد حساسين لدي しم وظع الأولاد يشيبك جددك لا واعن لأن فعلاً من أحلى الأشياء اللي صارت في حياتي فعلاً بعيد عن كل شيء يعني وكان حملي أصلاً صعب وحتى ولادتي وبعدها فشي قدرت زيادة يعني أكثر ما أنا قلت أحمد ربي عليه صج قدرت زيادة بعد وصعب وما أعتقد أنه راح أعرف أني أصير The Perfect Mom يعني بس الواحد شو سيحاول يعني مستحق يدوم إذا عرح نهار معانين عبداللطيف في كلمة عبداللطيف في كلمة مستحق ومو بس لي أو بحق عياتي لا حق كل اللي حوالينا صراحة فعلاً مستحق مستحق وايض يحب أن يساعد ويكون مع الناس صراحة هذا الحق ينقاب ومو لعنا زوجي صراحة من الأشياء اللي أساساً حببتني في هذه الأولو مو أحمد وفوز في كلمة أي لحبة نعم لحبة وإذا خذيت قلب فوز أنا وأنا صغيرة قلبك أنت اللي تبع لا أنت خذت قلبك وطلعتها شو قلب فوز يقول لفوز نعم 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 لا يوجد قلب أنا دائماً أشعر بمخي كلها في فايت أو فلايت مود أعرفت ما عندي ما عندي الهدوء أريد أروح أريد أخلص أريد دائماً عندي شيء أريد أريد وعندي دائماً أحطت لي قلب وأشعر وأشعر أنني أهدى نعم 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 وما كنت أنا أشوف تذيك كنت دائماً حطت لي هدف أبي أوصى الله وما قلد عني يعني أبي أقول حق نفسي أن أنه قلب يشعر بيقول بيقول لي هدى يعني نعم نعم هدى نعم 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 وآخر سعاد فوزة بكلمة قوة نعم 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 أعتقد أن هذا أكثر شيء أنا أحبه في نفسي قوية 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 مو شرط أنه أنا أجرسيب يعني نعم قوة لا أتحملت وايد يعني مريت بوايد واستمريت بوايد واستمريت بوايد أعتقد أستاهل أني أنا أقول عن نفسي أن أنا قوية مم صج أستاهل ما أصعب موقف مريت بذي قوية مريت بوايد قوية مريت بوايد آخر فترة أصعب موقف اللي هو بعد فترة ولاتي وشذي وبعد ما أنه الناس المعينة اللي اكتشفت عنهم أشياء فضيعة ودنيا هذي اللي فعلا دخلوني في صدمة نفسية هالي حلقة الثانية هاي هذي تقولي حلقة هالي هالدرجة اي وما تقولي يا سامي ناس أصلا ما أبقى سامي ناس بس قصدي ما تقولين القصة لا يعني مو قصة عادية صراحة بس أن عشان ما بي أحسس الناس أنه بقول شي بس ما رح أقولها لا بس أن عبارة عن علاقات جدا قريبة وانقطعة أسباب التنتاف يعني و و وغريب أن العلاقة كانت جدا صحية وانفجأة صارت ميتة بس هل كانت كانت فعلا صحية صدق أكيد فيها يعني أنا أنت عارفين مرات مرات وائد أسهل الكلام مثل ما تقلتي بس يوم ما خسرت ناس ودائما أقول الزمن يبين والمواقف تبين شوي شوي حتى لو مرات بعد سنين بس بعدين أقول هل أنا كنت أتغاضى عن هال مشياء وهال مثل ما يقولون أكيد تقول لي لا أنت تتذكر المواقف بعدين أنت تركبينها يعني لو حين فولس قبل لا تسترب صح يوم ما أدري منه قال لي حاسبي من هالشي ويوم هم قالوا هالكلمة ما بين السطور أنا حسيت أن في شيء بس طوفت فهل صدقا أنت العلاقة الصحية عشان في رأيي أنا العلاقة الصحية مفروض ما تموت ما تموت فجأة ومرة تقول الحمد الله لو الله بيّنت لي الناس اللي جدا مني يعني أنا بالذات مع هذه العلاقات أريد أن أتم أحس أنها كانت صحية تجعلني أكثر صراحة لا أدخل في أجواء أنا قاعد أفكر ها أنا لم أكنت رابطة عادي زين أنا أو أنت كل واحد يغلط كل واحد يتعلم لكن أنا لدي معاك شخص أني أتناقش معك لكن العلاقتي تكون مقطوعة فيك أريح لي أني أنا لا أشعر أني كنت طول هالفترة إنسان موزين لكن كنت زين معي واختربت العلاقة والحياة ليس أبيض وأسود بالضبط يعني حتى دائما أقول السيري الكيلر ترى يأكل قطوة مرات أوقح ناس أحقر ناس أطيب ناس ما تقولين أن إنسان مئة في المئة شري ومئة في المئة طيب كلنا فينا شر في مقولة شو كان كلمة على الغدايس يقولون كل يكن مرديين من القحول يعني كل شخص ليس يحتجا أمك بعد جتل أولدك تدسوين بطنة طبعاً فأنت ستويتي الآن مردرر قاتلة كلها بنسويها انا بأي صح فالواحد يعني مرات يقول لا يوجد أي حد تقول أن هذا الصديق كان مبزين لا يوجد كله مبزين لا لا هناك مواقف يمكن أن يكون أحلى أيام معه بالضبط، لأنه هناك مرات علاقات التي فعلا تهمك أقول أنك كنت معي زين وصارت مشكلة صارت مشكلة واخرنا عن بعض لا أشعر صحي أن أرجع و أركب و استوعبت أن هناك أشياء ركبتها بعدين ويقوم بإمكانك أشياء ركبتها و بعدين تتعلمون و تنشون شكرا أنت شكرا 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 كل يونيك لديك أشياء في هذا المنطقة الذي يجب أن يشعر الناس أهم شيء أن يكون شفاف شكرا إذا كان هناك صحيحة تصيحة لا يوجد صحيحة لا يوجد صحيحة و كل شخص يصيح هناك مرات محتاجة نصيحة لكن مرات تريد أن يتحرك كل هذا و ليس كما في الكاميرا كما تعرفين ما يحلو في الكاميرا المصداقية مهمة و يوم أن الناس يشاهدون مشاعر يعرفون أن الإنسان يعيمن الداخل ليس بها بس يسوي لك شيء هي الحياة يعني ليس يتفلسف عليك ولكن ليس أي أحد تدام الكاميرا يجب أن تكون الأجواء والشخص وكلها صح يعني إنها مقابلات تطلع مقابلك يعني أنت تحس روح بسخيك تطالع عليها صح يعني لا يوجد أي شيء غير صح الأجواء كلها والشخص والأقلية الشخص والتقبل الشخص تكيد تصدف عن ذلك شكرا جميل لما تستمتعين شكرا كان جميلًا هناك شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة